توم كروز مش أول ولا هيكون الأخير في قيمة النجوم العالميين اللي ورى ابتسامتهم البراقة طبيب أسنان محترف قيمة لا تعد من النجوم العالميين خضعوا لجلسات تقويم وتجميل الأسنان من زمن مش بعيد كان الحصول على أسنان سليمة وجذابة أمر مرهق لكن مع النقلات المتكررة في أجهزة وتقنيات تجميل الأسنان بقت ابتسامة نجوم هوليود الساحرة ملك للجميع أهلا بكم تعالوا نقرب من الخصة دي شوية بدقة وتعالوا نكون يعني مركزين في حاجة مهمة قوي قد إيه صناعة الابتسامة دي شيء مهم جدا لأي حد بس لإن النجوم حد وشوش محروفة فهنلاحظ الفرق المهول الكلمة دي دقيقة جدا فرق مهول في شكل الإنسان المجرد وكلمة المجرد دي كلمة مش مصيبة قوي يعني مش دقيقة قوي في توصيف لما غيرنا سنانهم منقولش مجرد تغيير السنان دا قمته كبيرة تغيير الأسنان تعالوا نشوف مثلا أول حد ديميمور ديميمور مع شقة الجيل بتاعنا الجيل بتاعنا إحنا كان نحب قوي ديميمور قوي ديميمور في وقت من الأوقات أنا في رأيي أن سنانها أعاقتها يعني يعني وحتى لما بدأت تغييرها ما غيرتهاش بالشكل الأفضل يعني أنا في رأيي برضو ما وفقتش لكن على الآل حسنت كتير قوي في شكلها لكن نشوف حاجة أكثر نجاحا شوية فيكتوريا بيكهم فيكتوريا بيكهم المشهورة شوف السنان كانت عاملة إزاي كانت مشكلة مشكلة شوفت الوقت السنان عاملة إزاي لأ دي معمولة حلو حلو قوي مثلا لو رحنا لتوم كروز الأكثر شهرة في العالم كان سنانه كانت مشكلة كبيرة جدا وتصلحت كانت أكتر من كده بكتير كانت أفضل من كده كان فيه سنان فعلا سايعة وتصلحت ومناسبة إلى حد كبير كريستياني نونالد بقى يعني لأنه دلوقتي سينمائي كريستياني السورة دي مش باينة أوي يعني كان نفسي بس يعني ماشي ماشي الحال لكن سنان شبهة طبعية كانت الأول سنانه فيها فروقات وكانت مخليها غير كده خالص دلوقتي راجل عالمي ديفيد بيكهام ديفيد بيكهام آه دي واضحة شوفوا بصوا ما كان لعب كورا هل تتخيلوا أنه ديفيد بيكهام كان هيظل بسنانه الأديبة دي مستحيل مستحيل طب نقرب شوية بقى من كاترين زيتا جونس كاترين زيتا جونس شوفوا بقى السنان دلوقتي وقبل كده كانت عملا إزاي هل تتخيلوا اللي اتنين دي نفس الشخص ده المفروض إنها كبرت بمفروض يعني اللي عشمال دي تقريبا نص عمر اللي عالمين نقول اللي عشمال دي 22-23 سنة 25 سنة اللي عالمين دي حاجة واربعين سنة ايه رأيوكو بقى تخيلوا مين أجمل اللي عالمين طبعا طب ايه الفرق مناخيرها أغزبطتها شوي السنان 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 غيرت شكلها 180 درجة خلت العالم كله يبصل كاترين زيتا جونس على أنها واحدة من جميلات السينما العالمية لو ما كانش فيه تجميل السنان هل بتعتقدوا أن كاترين زيتا جونس اللي عشمال كانت هتوصف في يوم الأيام بأنها واحدة من جميلات السينما العالمية أكيد بعد ما نشوف ده هنقول شكرا لعالم تجميل الأسنان في مصر عالم تجميل الأسنان بقى قفز قفزة مذهلة أنا بقى أحييي طب الأسنان في مصر لأن عندهم حاجة مهمة جدا اسمها الغيرة العلمية الغيرة العلمية عندهم عالية أوي أوي ده موجود في تخصصات كتيرة في مصر لكن في الأسنان بارز الحقيقة وده بيخليهم يكونوا على نفس القدر بين المساواة والمنافسة مع التقدمات العلمية الموجودة في العالم الغربي تعالوا النهاردة نسرح ونشوف يعني إيه طب أسنان بأقسامه مع ضيف العزيز الذي يبدأ في حواره دائما ويمتعني في حواره دائما ضيف العزيز بأستاذ دكتور كريم إبراهيم الأسنان لها وظيفة التسامة والأكل ملاش أي وظيفة تلك الزراعة ملاش علاقة بالسن ابدأ من بعد سبعين سنة فكر في الزراعة مفيش أي مشكلة خارج الدكتور اللي معاش هادب يا فخور بيها جدا النجم لو أسنانه مش عاجباه مش هيعرف يقدي ويصد فيه الثقة في النفس يعني أداء كويس يعني وظيفة كويسة يعني نجومية يعني تواصل مع الناس رؤيتك لحكتين مهمين من العمل الجماعي والقرب الدكتور من المريض لو خارجت من الكلانك والدكتور مش صاحبك أعرف أن انت خسرت التطبيق الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميلة الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إيدنبرا استشاري التركيبات السبتة لتجميل الأسنان المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان ضيفي العزيز واحد من نجوم طب الأسنان دكتور كريم إبراهيم منورني وسعيد جدا بزيارك والله كالي 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 وبأماني نفسي بيستمتع بحورك الممتع دائما حدقوا بالمنطقة أقسام طب الأسنان سواء في بريتش في أي منظومة من منظومات طب الأسنان في عدوك أقسام دائما نحس أنه الأقسام في طب الأسنان ممكن يحصل بين اخناقات أو يحصل اختلفات أو يحصل أولويات أو يحصل يعني تفضيل حاجة عن حاجة الكلام دا وك إزاي بتتعامله معا والله دكتور أيمن إحنا يعني من فترات بنينا ثقافة للناس أن يلا أنسوا بقى فكرة الوان من شو أو أنسوا فكرة الشخص الواحد اللي يقدر يعمل لك كل حاجة ويلا بينا نشتغل ودن تيم وورك أو مجموعة عمل وابتدت الناس تفهم دا وتقتنع به وتسأل عليه يعني يعني خلاص ابتدت الناس ما عانيش كتير معاها أن هي تفهم أن فيه تخصصات كتيرة هتشتغل معاها للأسف الشديد الناس ابتدت يعني تتفاجئ أن فيه حاجات وزن التيم نفسه ويحصل فيها مشاكل من أهمها أن أن هو بقى يشتغل مع فرض من التيم والفرض دا يدي وجهة نظره على الخطة العلاجية بما يميل للتخصص بتاعه يعني دكتور الزراعة أو الزراحة يمكن يميل الخطة كلها نحية الزراعة مع أنها كانت ممكن تمشي في سكة تانية شوية دكتور التركيبات يمكن يميل الخطة شوية نحية التركيبات مع أن ممكن الخطة كانت تمشي أفضل في التراك تاني فهنا يعني وجدت أننا لازم نبقى فاهمين أن الخطة لازم تتحط فير يعني إيه فير ما لهاش ميول لقسم عن قسم يعني اللي بيحط الخطة أنا ساعت وأنا بشرح الخطة العلاجية للمريض أقول له القسم دا موجودة يعني المتخصصين بتاعه موجودين بس أنا شايف أن أنت ما تدخلش في القسم دا يعني أنا كان عندي بيشنت أنا قصة يا دكتور ببقى مسؤول عن قسم التجميل أكتر أو القسمات دي الحتة اللي أنا بحبها جدًا البيشنت اللي قدامي كانت محتاجة تقويم يعني كل المعطيات اللي قدامي بتقول لي تقويم فأنت لها يعني أنت لازم تفهمي أن أنا وأنا بوجهك للتقويم ما عنديش أي انحياز لأن القسم بتاعي بيفقد الخطة العلاجية هنا يعني مش هيبخر القسم التجميل مش هيقدي دور كبير في التقويم لكن أنا شايف أن مصلحتك تروحي نحية التقويم قسم التقويم هيديكي فايدة أكتر شوية أو نتيجة أحسن ليكي وتوفيراً لصحة أسنانك أكتر فيبقى الموضوع مالوش علاقة بتخصصي أنا إيه؟ قدم ماليه علاقة الأفيد للبيشنت الأسرع ليه الأحسن لصحته خد بالك فيه برانش يا دكتور أيمن بيبقى أسرع من برانش يعني يدي نتائج أسرع بس النتائج دي فيها زي بقوله أجراسف سوليوشن يعني تدخل على سنان المريض أكتر مثلاً في حين أننا كنا ممكن نحافظ على سنان بشكل أكبر السكسيسريت بتاعها مش عالي قوي يعني مثلاً نسبة النجاح حينك تستين في المائة في حين أن أنا لو عملت خطة أطول شوية هتديني نسبة نجاح تسعين أو خمسة أو تسعين في المائة يبقى على الأقل خلينا نقول أن الأقسام كلها متواجدة بس اللي بيحط الفريتمنت بلان لازم يبقى راجل فير لازم يبقى راجل ما بينحس القسم عن قسم بيحط كل الأقسام قدامه بما يفيد البيشنت اللي قدامه أنا هفيدك إزاي عن طريق أن أنا هدخل القسم ده هنا ودخل القسم ده هنا والقسم ده ما يتدخلش لأن أنا شايف أن حالتك ما تحتاجش ده إذن ليس هناك خلاف بين الأقسام إذا كانت الإدارة واعية لقيمة كل قسمه ويستيوشن المفروضة يشتغل فيها صحي الإدارة حط يا دكتور تعباب هي الإدارة ولذلك هرجع أقول دايماً أنه في الطب لازم يبقى فيه نظرة لكلمة اسم الإدارة نظبوط اسم المنظومة اسم المنظومة اسم المنظومة ومين الهد مصر عليك؟ صحي إنه فيه الناس جاهلة في الماركتينج ببدأت تلغي أسامي الدكاترة وتحط أسماء منظومات بس وده غلط غلط جداً ده غلط كبير جداً ده جاه لتسويقي وجاه لماركتينج غير عادي القصة كلها دكتور ده العلمي في التريتمينت بلان في الخطة مين اللي هيحط الخطة؟ بالزبط ولذلك إحنا نقف وده ما حاجة برضو سؤال مهم إزاي بتقدر تتابع الأقسام كلها؟ إزاي بنتابع الأقسام؟ عن طريق سيستم صارم يعني إحنا يا دكتور عين يعني بنبقى مع البيشنط يعني بنبقى بنحاول قدر إمكان بنبقى فاهمين إن مريض الأسنان مريض بيعاني وفي مصر بالزات عانه كتير يعني من خطط علاجية ممكن بتبقاش نجحة من ثقافة مكنتش موجودة ففي الأخرى أنا فاهم إن هو مريض بيعاني فببقى بري فريندلي معي بحاول قدر الإمكان أبسط الأمور عليه على الدماط لكن فيه نظام صارم هو ما بيشوفوش بيتحكم في الخطة العلاجية ضمان تنفيذ الخطة العلاجية وضمان المرأبة عليها ما بين الأقسام بمعنى إن أول ما البيشنط بيدخل منظومة بريتش لازم يتصور صور فوتوغرافية يعني وفيديوز ويتعملوا أشعة مقطعية سلسية الأبعاد عشان من هنا تبقى نقطة الانطلاق إحنا من هنا قدامنا كل المعطيات فببدأ التواصل عن طريق التليفون عندي بكذا متخصص فكذا قسم أنا محتاج متخصص ده ومتخصص ده ومتخصص ده يجي وينقشوا معي الخطة العلاجية فبيبدأ كل متخصص يعرض وجهة نظره في التخصص اللي هو هيشتغل فيه في الحالة دي وبيبدأ كتابة الخطة العلاجية ووضعها على فايل الفايل ده زي دكتور أيمن فايل يعني فايل صارم يعني ما ينفعش حد يغير فيه ولا حد يزود ولا حد ينقص إلا بالرجوع لية تاني يعني الخطة بدأ متكتبت مع المتخصصين واتعرضت على البيت والبيت وافق عليها وعرف أضرارها وعرف مميزاتها لا يمكن التغيير في الخطة دي إلا بالرجوع تاني في ظهور مفاجآت وإحنا شغاليه فمن هنا بتتم مراقبة الخطة العلاجية إن كل واحد بيبقى عارف دوره كويس والتواجد اليومي للمتخصصين دول معي بنبدأ نراجع الخطة العلاجية خطوة خطوة عشان نتطمن إن كل متخصص سلم المتخصص اللي بعديه في المرحلة اللي أنا محتاجها مني بتجيلي في الآخر الخطة العلاجية في مرحلة التجميل هما خلصنا علاج الأسنان وتصميم الشكل اللي أنا عايزه والمعطيات عشان أبدأ أشتغل على تصميم الابتسامة أو الشكل النهائي وصدقني يا دكتور أيمن أنا أصعب حاجة علي كانت انتقاء الناس اللي أنا هشتغل معاهم يعني الدكاترة اللي أنا هشتغل معاهم بانتقيهم يعني بشكل مطول جدا وكل برانشيط أصعب حاجة يعني فريق العمل صعب أن أنت هتوصل الفروة البشرية صحيح والرزق البشري ده أعداء واحد من الأرزاق اللي الناس ما بتاخدش بالعمل والعامل الإنساني في الدكتور يا دكتور يعني أنا في ناس كتير قوي تتكلم على مهارة الدكتور وشغله وبينسوا العامل الإنساني أنا بيتعرض علي سيفيز لدكاترة عظام جدا بس بحس أن ينقص عندهم العامل الإنساني أنه يتعامل مع المريض كإنسان قبل ما يكون دكتور فبتبقى دي من النقطة المهمة جدا أن أنا عايز أتطمن أن المريض اللي هيدخل بريتش حتى المعاملة الإنسانية ليه تكون راقية وتضيف له كتير غير العلاج الطبي الحس الإنساني جزء مهم في التقييم جزء مهم في التقييم للأطباء طب تعالنا طبق نحن ندى على حاجة حاجة نبدأ بالزراعة الأول لزراعة ما بين أنها حالة بيتم فيها التعويض بيتم فيها التعامل جراحي بيتم فيها البناء لشيء معين وفي النهاية برجو هي حالة تجميلية صحيح نحن لو عرضنا أول الحالات عندنا دايماً هعرض فيها تفصيلة طبية معاها تفصيلة إنسانية لذلك لازم الناس تعرف قيمة الدور الإنساني للمرضى و للبكاتر الكيز دي احنا عرضناها قبل كده بس عرضنا فيها تفاصيل طبية جداً عرضنا إزاي الزراعة و لو حركة فتكرة يوسر أيمن في حلقة سابقة تكلمنا على إزاي وضعنا الزراعات باتجاهات معينة وبتركات معينة عشان تبقى صالحة هنا هتكلم دي بتسامة المريض قبل لو تحركنا على طول وابتدينا ندرس الحالة ونشوف الصورة اللي بعديها هنلاقي الزراعة الزراعة في بقه تدت تتواجد طبعاً الصور الجانبية عشان نشوف اتجاهات المريض ورسمة الوش بتاعته عاملة ازاي ابتدينا نحط الزراعات الجوه دي تركيبات قديمة غيرناها بعد كده يعني ودي نقطة دكتور ايمان لو سبتنا الصورة دي هنفهم ايه لا معلش هنرجع الصورة اللي فاتت ان التركيبات القديمة دي كنت انا ممكن استسهل جداً في الخطة العلاجية واشيلها وحط زراعه بس الزراعة مكلفة جداً فطول ما اقدر استغنى للمريض عن منطقة مش هزرع فيها هتوفر عليه تكلفة كويسة فلما عملت الاشعة المقطعية ولقيت الدروس اللي تحت التركيبات دي جيدة مرضيتش هشيلها يبقى احنا بنفهم ان الخطة العلاجية فيها تفاصيل ممكن توفر على المريض وقت وتوفر عليه تكلفة بس سبنا ندرس الحالة كويس فاحنا زرعنا في الاماكن اللي ممكن تكون محتاجينها وسبنا الاماكن اللي نقدر نغير التركيبات فيها فتعمل شكل جديد طيب تعالون جيب بقى اول صورة لابتسامة المريض بعد الصورة اللي بعديها ابتسامة المريض قد ايه فرحة اه قد ايه مبسوط وقد ايه طبيعية طبيعية وقد ايه دكتور ايمن فيه حاجة انا بحبها قوي الابتسامة دي تحس ان هي ابتسامة مرسومة على الشكل الشخصي بتاعته كلمة بتاعته دي مهمة جدا اسمها دكتور ايمن حاجة custom made حاجة مش معمولة ready made حاجة معمولة متفصل عليك زي ما البنوتة كده بتفصل فستان تقعد تتعاف فيه لا ما انت بتجيب بدلة كده اه متفصل عليك بالظبط كده ليه جايب صورته هو بيدحك في جميع الاتجاهات الراجل ده زي ما قلنا كده كان راجل يعني لوه في دولة المغرب وكان راجل ضريف وهو استمتع جدا لما جيبنا حالته المرأة اللي فاتت يعني وبيشكرنا بشدة على عرض الحالة لانه حاسس انه وصل لانجاز كويس بس الجانب الانساني هنا دكتور ايمن في زوجة المريض ده وهنا بقى نحيي الناس زوجة المريض ده دكتور ايمن دايما مريض الزراعة بيوصل بيه لحظات شك يعني ايه في وسط ما احنا بننتظر وبنشتغل على التفاصيل بيبدأ يحس باحباطها وانا امتى هوصل للنتيجة النهائية دي زوجته لم اراها يوما الا مبتسبة ولم اراها يوما الا محفزة شعب المغربي شعب على فكرة ايجابة يعني انا بحييها من هنا والله شعب عظيم لما بقيم الخطة العلاجية بتاعتي قلت لهم كده زوجة المريض ده ساهمت بنسبة 20% في نجاح الخطة العلاجية ليه؟ على طول بتحفز بتحفز زوجها ان احنا هنوصل للنتيجة النهائية بتديره ثقة في المكان بتدين احنا ثقة ان هي دايما متتعامل معها نفسيا في الوقت اللي هو مش قادر ياكل فيه ومنتظر نجاح الزراعة فهنا تحية لكل واحدة او واحد بيبقى جامب بيبقى جامب شريك حياته زي ما حضرتك قلت وبيصبرته في وقت الضعف وبيصبرته في وقت الشك وبيبقى ايجابي ليه؟ لان فيه حد تاني يفتكر ان هو خايف على مصلحة المريض فيشككه في الدكتور او يشككه في الخطة العلاجية او يشككه في النتيجة اللي هتظهر فهو انت بتتخيل ان انت هنا بتحفظ عليه انت هنا شككته في اهم وقت كنا محتاجين ان انت تخليه يصق في الطبيب فهنا زي ما قلنا دكتور ايمان فيه جانب انساني ازاي وصلنا للابتسامة دي لان كان دايما المريض على مدار المرحلة اللي احنا بنشتغل فيها بيصق فينا وفيه حد بيساعده وبينجح له القسر عارف انا بس ارجع تاني اقولك انه كتير من الابتسامات والاسنان اللي احنا شتناها منقدر نقولها تجميلين فشلة كان السبب الفشلة هي ايه تخيل انهم راحوا وعملوا عند اصحابهم يعني ايه عند اصحابهم عند حد يعرفهم قصة مش ان انا اعمل ممكن يكون اللي انا عرفه ده كويس جدا يا سلامي بحلو لكن ممكن يكون اللي انا عرفه ده ما يمتلكش من العلم شيء يمتلك شيء واحد بني وبينه ان انا عرفه والله يا دكتور ايمن محتى لو يمتلك من العلم شيء انا بالذات صحابي وقرايبي لا تدخل في خطاتهم العلاجية دايما اخلي حد من الفريق عندي هو اللي يحط لهم الخطة ليه؟ ساعات العاطفة تتدخل ساعات مفروض ان انا اعمل حاجة وانا حاسس ان انا عايز اوفر له شوية وقت ولا اوفر له تكلفة فأثر في الخطة العلاجية فاروح جايب حد من الدكاترة اللي انا بثق فيهم واقول له ناقش معي الخطة دي او حطها وحاول ما تدخلش فيها قدر الامكان ادخل فدوري بس كشغل فهنا حتى دي بيسموه في الطب ريكماندومة ما تشتغلش لحد اتعرفه لا وفيه حاجة تانية كمان من غير الريكماندومة النجوم او المشهورين في عالم الفن والرياضة والتمثيل والاعلام دول اصعب انواع العينيين صحيح صحيح يعني انا بعاني جدا معهم جدا؟ معنهم صحابي يعني وانا بعاني وهما صحابي برا الكلينك بحبهم جدا انت تكتب انسولين دي اللي حد فيهم وولك لا لا ما تكتبين امر يا حامل انت ما تعاكش غير انسولين دي لا انا تكتبليش انسولين انا يا دكتور ايمة كان عندي فنانة بدون ذكر اسمها يعني من الناس بيدحكوني جدا قلت لها والله ما عارف اشتغلك يعني من كتر هي بتدحكني طول ما انا شغال معاها والله يا دكتور ايمة مش رعف اشتغل يعني بس ما تخترحش عليك حاجة تصمم عليك هم بيبقى عندهم ظروف خاصة الفنانين بالذات بيبقى عندهم تصوير ومواعيد وتخطلك سكادول صعب كل ده على دماغي لكن ما تقولكش مستعمل لي لون شاه قلبات لا هم يعني بعد الأمثلة اللي شافوها وعرفوا ان هي كده بقوا يسمعوا كلامنا يعني بقوا يسمعوا كلامي يعني قلت له انتوا عرفتوا قد ايه ان انا لما كنت بصمم على حاجة كان بتطلع مضبوطة في العالم فهنا الجانب الانساني في الخطة العلاجية والشغل بتفرق جدا لو شفنا يا دكتور ايمان الكيس اللي جاي ودي كيس يعني صعب ان اي حد من مشاهدين الدكتور ينساها هتفضلوا فاكرينها كتير وفيها حتة انسانية عظيمة لو شفنا اول صورة ليها كانت مادام جاية مع زوجها وهنا بقى هنعكس دور الزوج بقى المادام كانت جاية وابتدت ان نبص على شكل اسنانها ونبدأ حسينا ان الخطة هتاخد وقت وهتاخد مجهود وقت ده بالنسبة لنا يعني اسبوعين يعني في عالم طب الاسنان دلوقتي الطبيعي ان احنا نخلص الخطة في يوم اثنين تلاتة معنى ان انا بقول خطة هتاخد وقت بالنسبة للتجميل يعني هتاخد اسبوعين هتاخد عشر تيال الزراعة زي ما قلنا رينج تلات شهر لما بصيت على الحالة دي بتلهم الحالة دي ليه سيب نفسها كل الفترة دي لحد ما وصلت للمراحل دي وفي دولت اتكلم معاهم والناس كانت متحمسة جدا وانا دايما يا دكتور ايمن يعني احيانا برفض حالات احس ان الناس مش متحمسة للخطة اللي انا حطتها او مش متحمسة لأثنانها بشكل عام يعني جاية كده وهي مش عارفة قيمة ابتسامتها عاملة ازاي ابتديت اشتغل ابتدينا لو شفنا الصورة اللي بعدها ابتدينا نفتح الفك اكتر انا بوسط على الابتسامة الاول دابعا ايه اثنان يا وصلت دي عديها سكر ابتديت افتح بقى الصور لقيت كمان عديها سكر لا يا دكتور ايمن مش مريضة سكر لا هنرجع معلش نرجع للصورة التانية بس يا جماعة قبل ما نشترك اه الصورة دي ابتديت احس ان ان الدروس الخلفية كمان فيها تدمير وكان فيها مكان فراغات محتاجة زراعة جوه يعني الاسنان الخلفية كمان محتاجة زراعة فهنا يا دكتور ايمن يعني اشتغل في الكيس دي 8 او 9 اقسام من الدكاتر بما فيهم دكتورة العلاج الطبيعي ودكتورة الجلدية الدرما وتامن تخصصات جوه طب الاسنان كل دول بيشتغلوا في خطة واحدة مرسومة ومكتوبة عشان نوصل بيها لنتيجة هائية ابتديت بعد ما خلصت شفت صورة اول ابتسامة لو خلصنا بقى الصورة دي وبصينا على اول ابتسامة دي واحنا فتحين بقها بعد علاج الاسنان وبعد وضع الزرعات في المناطق الخلفية فدخلت لدكتورة العلاج الطبيعي احنا دايما في بريتش بعد ما المريض بيخلص الخطة العلاجية بنبقى خايفين على العضلات الوش اشتغل كتير وفتح بقه كتير فعايزين نتطمن فابتدينا ندردش مع المريضة بقى وهي فرحانة وخرجت من الإطار اللي قبل كده فقالت لنا ان زوجها كان من الناس اللي ساهموا ان هي تعمل اسنانها وساهموا بقدرة دكتور ايمن ان هم يعني ما معلش هدخل في التفصيلة دي يعني شوية هو محدش يعرف المريضة دي لانه نحنش جايبين غرصور الاسنان ان هم كانوا في ضقيقة مالية جديدة وبمجرد ما الضقيقة دي تفكت هو مفكرش غير انه يعملها اسنانها رجل عظيم رجل عظيم وعشان كده أصررت ان انا حيي يعني احيي وهو يعلم ان انا نحييي لشخصه صحيح انا يعني معرفوش شخصيا بس انا بحيي هزي رجل وكل رجل وكل رجل عنده هزي تراجع من العطاء لمراته لامه لولاده الرجل عطاء وست عطاء عطاء للغير الناس دي عظماء اللي عندهم عادة انه يطلع متضايقة المالية ما فكرش غير في انه يسعد مراته ويا دكتور ايمن يعني قيمة اننا ربنا يوسع علي فاول حاجة فكر فيها اهل بيتي دي حاجة عظيمة وحاجة كان فيه راجل تاني ممكن يقول لا انا اعمل مشروع انا اعمل حاجة ان انا فكر ولو تتخالي دكتور ايمن انا وانا بقى باشتغل في الخطة احسن فرع من ضايقة والراجل يا دكتور ايمن واحنا شغالين يعني زي بيقولوا كده بالبلد يعني بيستخسرش حاجة اي حاجة نقول له ان هي في مصلحاته قلنا اعملوها طب دي هتعمل كذا اعملوها اشتغلوا طلعوا احسن حاجة وانا والله ما كنتش عرف التفصيلة دي دي بالصدفة يعني عرفتها عن طريق دكتور دكتورة معايا بتشتغل فقالتلي يعني التفصيلة دي فاصريت ان انا اقولها واصريت ان انا اعلنها ان اللي نقل الصورة من المنظر اللي فوق للمنظر اللي تحت هو زوج المريضة دي الراجل العظيم الراجل اللي هو انا بسميه اغنى الناس يعني اللي هو راجل حاسس ان الفلوس دي مالهاش قيمة وصدا ان شريك حياته يبقى سعيد وفي ناس كتير في مصر في ناس كتير جدا عشان بس الناس اللي بتروحوا طلعوا صورة سبحان الله في عزواج رجالة وستات ملايين في مصر رائعين ابصوا لقي السوشيال ميديا طلعوا صورة واحد وواحد مش عملوا ايه خبطها ولا عشوحة ولا ضربها ولا واحد برضو عمل صورة من وسط مئة مليون وشوية وهم دول اللي يزوروها ويسيبوا المئة مليون في ناس يا دكتور ايمن في قمة الاحترام وفي ناس انا يعني بقيت اشوف الناس دي ويعني وانا بتطمن عليهم حاسس احساس رائع قد ايه التضحية وقد ايه العرفان بالجميل وقد ايه الحب في الشغل ده احنا هنا يعني يا دكتور ايمن صدقني الحالة دي يعني احنا لو لو رجعنا للصورة القابلة والبعد القابلة دي هلقي حاجة انا قصلا اول ما شفتها لو احنا خدنا بالنا الاسنان اللي تحت يا دكتور ايمن فيها حاجة اسماها كانت معوجة خالص واخد اتكرر كده انا عايز اقول حركة الحالة دي من اسهل الحالات اللي انا اشتغلتها يعني رغم الصورة الصعبة دي من اسهل الحالات اللي انا اشتغلتها وقد تفاصيلها حلوة وما راجعتش فيها حاجة وخلصت في وقت قياسي الحالة ما فيهاش تفصيلة غير لما تنفزت زي ما احنا عايزنا ضيف العزيز دكتور كريم البهين ابدع دائما في الدكتور يبقى ان التحية نكررها انا ودكتور كريم لكل راجل مش بس مستر اكس اللي هو اللي احنا مقلناش الاسم كل الراجل وكل ست النهاردة برضو المدام اللي في بداية الحلقة رجعوا بس الحلقة عشان تقارك انا متكلم عن الميد اللي وقفوا جنب شريك حياتهم او شريكة حياتهم فيه رحلة مهمة صعبة رحلة الاسنان فيها كثير كانت من المخاوف قابليه صحيح في وقت الرحلة انتوا بقوا ممتعة او بقوا بقتصق وتشوف التكنولوجيا بتبقوا مستامة جد لكن السابورتف ليك اللي هو الزو والزوجة دول ضهر مهم جدا 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 سبحان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذا الضهر خلقه فعلا يعني سبحانه في الايل الكرآنية انه جعل لكم جعل لكم ازواج وجعل بينهم مودة اه اه لتسكنوا وجعل بينهم مودة ورحم وصحيح واحدة مع ربطان شوالها بيني وبينها في يوم وليلة يدخلق هذا الجو دي معجزة صحيح؟ معجزة لو اتنزعت المواد اللي هو الرحمة دي اي سبب بقى من الاسباب يقلبوا الى اعداء وده بنشوفه في حياتك يا رب بنشوفه كتير في بلدنا ولا مجتمعا انا حبيب اتكلم معاكم النهاردة من بريتش من قلب بريتش من المؤسسة اللي انا شايفها الاعلى والاعظم على مستوى الوطن العربية شايفها تقدر تنافس الدول الاوروبية شايفها تقدر تحط مصر على قدر الاميتيشن او الموازاة مع اي دولة اجنبية في مجال طب الاسنان بالذات واحنا بنعاني بقالنا فترة من فكرة الاستسلام ان اوروبا سبقانة دايما او ان الدول الاوروبية سبقانة لا انا قادر اقولها هنا بثقة ان بريتش تقدر تنافس اي دولة اوروبية او على قدر الاميتيشن من اي دولة اوروبية نقدر نحط نفسنا في نفس التراك من نسبة لطب الاسنان طيب بريتش تعتمد في المقام الاول والاخير على الشخصية شخصية بريتش او شخصية المكان هي المؤسرة في اكتر من 100-120 موظف مرتبطين بريتش اذا كان داكاترة اذا كان موظفين للعلاقات العامة اذا كان طقم تمريد كامل اذا كان ناس المسؤول عن الحسابات والمواعيد والسكرتاريا كل ما يخص البيتشن وكل ما يخص الستيسفكيشن او رضا البيتشن عن الخدمة اللي بياخدها او السورفوس اللي بياخدها جوة المؤسسة دي قائمة على الشخصية شخصية بريتش ايه احنا تعودنا وانا هرجعت الوصر من 5-6 سنين وتكلمنا معانته كتير عن بريتش والفكرة اللي عمدنا والحلم اللي كان عندنا قبل كده النهاردة حابب ان احنا نتكلم من جوة بريتش ونشرح اكتر شخصية بريتش عاملة ازاي الناس اللي هنا بيشتغلوا ازاي احنا دينا شخصية زي متفردة ما بنعرفش نقلت حد ما عرف نشتغل زي ما احنا شايفين او بالشكل اللي احنا شايفينه بالشكل اللي احنا عايزين نوصله للبيتشن قائمة على سيستم انجليزي في كل تفاصيل البيتشن من اول ما بيدخل المكان لحد ما بنعمل عليه فروقاب او نتطمن عليه قبل ما يمشي هيعمل اجراء ايه اي ان كان زراعة تجميل علاج لاطفال تقويم جميع برانشات طب الاسنان احنا هنا اكتر من 25 دكتور متوزعين في جميع تفاصيل طب الاسنان فبالتالي شخصية بريتش هي المؤثرة في كل الكيان ده الشخصية الخاصة في بريتش الخاصة بتفكير الناس اللي بتشتغل هنا دامبرا انا عايشت فيها فترة وكان انا شايف ان الطباء المصريين والناس اللي موجودة هنا يمكن يكونوا اعلى على مستوى الهاند سكيلز او المهارات اليدوية السيستم هو اللي كان بينقش شوية مصر بالنسبة لطب الاسنان وعشان كده انا اعتقد ان احنا قدرنا نوصل لده او قدرنا نقرب منه بشكل كبير شخصية بريتش هي الشخصية اللي خلتنا نقدر نعمل كل الابتسامات دي كل ما يؤثر في ابتسام الشخص بريتش بتركز عليه جدا واللي احنا قلناه وكررناه ان احنا عملنا حاجة اسمها بكاستمايزيشن سمايل او سمايل لكل منطقة او لكل بلدة بمعنى ان دول الخليجي العربي ليها ابتسامات هم بيحبوها وعشان كده بيجوا بريتش عشان يعملوها دول المغرب وتونس والجزائر ليها ابتسامات بنقدر نشتغل عليها اليوريبيانز سمايلز او السمايلز الاوروبية بس في الاخر كل السمايلز دي تعتمد على ختم واحد هو ختم بريتش او البريتش سمايل زي ما قلناه فبالتالي نجحنا في فكرة لازم الناس توصلها انا بحس ده ان انا بقى اشارك كل شخص بيجي بريتش فيه تغيير حياته اكتر من تغيير ابتسامته لان كل الناس عارفة ان الابتسامة هي جزء جبير من حياة الشخص فوجود البريتش في سمايل او السمايل اللي عليها ختم بريتش عليها الختم التاعي التصميم بتاعي فهي مؤسرة جدا في حياته انا شاركته في حياته خليته يغير حياته كل النجوم اللي شرفونا في البريتش كل الناس دي انا شاركتهم لحظات السعادة بتاعتهم واحنا دايما بنركز ان احنا نتواصل مع الفيشنت بعد ما ايه مشي بعتنا صور الفرح صور الكتوبة صور مناسبة سعيدة بنؤثر بالنسبة اللي بتاعتنا فيه لنا طبيعة خاصة لنا تصميم خاص بنعمله لنا شغل خاص بنعمله سيستم معين مش موجود غير في بريتش انا ما اعتقدش ان فيه في مصر سيستم يوازي سيستم بريتش عشان كده فخورين جدا بنبذل مجهود رهيب عشان ننفذ السيستم ده الناس جات هنا كتير وعرفوا قد ايه ان احنا كل يوم ممكن نمشي خمسة الصبح وستة الفجر من المكان ونيجي بدري ستة عشرين دكتور تخصصات مجموعات من الناس بتشتغل عشان ندي للبيشنت سيربس عالية بما معناه فانكشن عالي جدا يعني يؤدي الوظيفة بتاعت اسنانه بشكل كويس يأكل بشكل كويس يعود بشكل كويس وفي نفس الوقت نضمن له سمايل ديزاين تصميم للابتسامة بشكل كويس عانينا كتير من ان احنا بنبص على الناس بتبتسم نكتشف ان ابتسامتهم كلها شبه بعض ده معناه ان ما تعملوش تصميم مفيش تخصصات قربت منه ومفيش الناس درست هو عايز يعمل ايه اللي سمايل ديزاين بتاعته عاملة ايه وعشان كده احنا شغالين عالت رجل اهلا بكم بلا شك السؤال اللي بيفرد نفسه بشكل مهم جدا ليه زادت السمنة في المراهقين في الشباب في بداية الشباب لانه انا شايف انه في حاجات كتيرة قوي مش عب فيهم هما بس عب في ال situation بتاع التصرفات كتير من اللي حواليهم مشاريع بتتعامل في كل حتة تمام انا مع المشاريع وبحب جدا التطوير اللي بيحصل تروح الساحة تلاقي ما شاء الله مشاريع كبيرة بتتعامل فيه هنا في مصر فيه في كل مكان مشاريع بس فين الرياضة فين الرياضة في وسط مشاريع الكتيرة اللي معظمها اكل على فكرة يعني الاكل تمانين او سبعين في المية من اي مجمع كده معمول معمول الاكل محلات شغالة وفاست فود نزلة بالبرندات بتاعتها ايش سندوتشات ايش بيزا ايش مش عارف ايه ويجي محل يعني حتى محلات الكباب والكفتة اللي هو الاكل بتاعنا الشعب اللي تحس ان هو يعني اكل بجد ده تلاقيه متواري خيبان كده مستخب كده هما اتنين تلاتة وبيقلوا الاكل السريع هو ده اللي موجود الشباب ملموم هناك بشوف الشباب ملموم هناك حلو بس ليه مش ملمومين في الساحة الشعبية هي فين الساحة الشعبية اساسا انا زمان كنت بروح الساحة الشعبية وانا شاب صغير هروح لعب سلة هروح لعب كورة هروح لعب اشيل شوية حديد اعمل اي حاجة اللي موجود العبه اللي متاح ليه يعمله وكان ببناش ندخل بتاعتنا منطقتنا كبرنا شوية وانتقلنا منطقة تانية بيتها روح النادي دلوقتي بينا ندور على النادي ده يعني النادي لما يحصل فيه اسلاح بينا مش بنعرف نلعب صلحوا الملعب ندور على ملعب فاضي بقى وندور على مين يلعب اساسا هم 12-13 انسان اللي بيلعبوا في منطقة فيها ملايين الناس المفروض تمارس الرياضة زادت السمنة المفروضة بقى المراقين عندهم سمنة بقى تلاقي الشباب وتلاقيهم بقى موسميين يعني يحافظوا على وزنه شوية قبل الجواز بعد الجواز الدنيا بتضرب اول ما يتجوز تلاقي بقى المقاومة راحت خالص هما الاثنين قاعدوا مع بعض مفيش خروج هما الاثنين بدل ما يخرجوا ويعملوا الرياضة الاثنين مع بعض لا قاعدين بتفرجوا على التلفزيون وبياكلوا وكل اللي بيعزموا بيعزموا مع عاكل فتلاقي الاثنين الراجل والست وزنهم زاد ولذلك سمنة المراقين شيء خطير تعالوا النهاردة نفهمه ونقرب منه مع ضيف العزيزة الذي يبدع في حواره دائما وبيمتعني بهذا الاسلوب العلم الرشيغ جدا السهل الممتنع في الشرح لكن كمان فيه تركات علمية بتتقال في منتهى الأهمية واحد من الميجاستارز لهذا العالم عالم جراحات سمنة في مصر الوطن العربي الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات سمنة المفرطة والمناظير بكلية طب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات سمنة بمستاذ شعود النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بين جلترة وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل الأعلى تصنيف جودة دولة في جراحات سمنة أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا إحنا بصدد كلمة سمنة الشباب إيه بقى؟ إيه تعرفها؟ إيه وقعها في الحياة؟ في البداية اسمح لي أن أحيا حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل الحياة طبعا سمنة الشباب الصغير اللي هم يعني اللي هم خلاصين سنوعة عامة أو في السن الأصغر شوية أو اللي هم مقبلين على الجامعة أو في سن الجامعة يعني هم دول الشباب اللي هو يطلق عليه سن المراهقة أو سن الشباب الصغير يعني طبعا هو يمكن حضرتك أفضت في الأسباب التي تؤدي إلى السمنة المفرطة في السن المبكر والحياة طبعا لا تخفى عن الحياة الممكنة اللي احنا فيها مع إهمال شوية في الرياضة والحياة يمكن السن ده يمكن ظروف الحياة ده غيرت شوية المراهقة طبعا بيه السوشال ميديا ويعني التطور الرهيب فيه يعني فيه الأجهزة اللي هي التليفونات يعني والآيبادز والحاجات اللي هي يعني شوية الأكلة كله آه طبعا ما فيش مشاوير ده حقيقة وبعدين فعلا لا يعني طبعا ده خات جزء كبير الحياة تغيرت فعلا يعني الحياة تغيرت فعلا بس برضو أنا مصمم دايما إن الواحد اللي عنده جينات للسمنة المفرطة هو أكتر قدرة إن جسمه يستوعب أقل كمية أكل ويخليه دايما على يعني استعداد إنه يزود وزنه بسهولة جدا فالأسر اللي هي بقى فيها وزن زيادة أطفالهم برضو أو الأطفال أو أولادهم عموما بيكون عندهم قدرة لزياد الوزن أكتر من قرناءهم يعني فبرضو أنا بكرر بقول إن السن صغير احنا مش عايزين نجليده تماما ولا عايزين نقول عليه إنه هو مهمل في الأكل أو إنه بيأكل بأكل زيادة احنا قلنا سببين السبب الأول إنه عنده جينات أصلا مورسة في معظم الناس يعني تؤهله لذلك النمرة التانية النمرة التانية برضو اللي عايز أقولها إنه طبيعة الحياة تغيرت يعني طبيعة الحياة تغيرت فعلا من مغريات في الأكل ومغريات في حاجات وما فيش وقت أصلا للرياضة يمكن دراسة بتشغله شوية عايز يخرج بقى في الوقت الفاضي بتاعه ففيه مغريات كتير جدا حياة اختلفت شوية يعني فعمش عايزين نجليد الشاب الصغير أو الولد الصغير اللي عنده زيادة في الوزن أو البنت الصغيرة هما معندوش زم السبب التاني اللي كنت عايز برضو أقوله التالت بقى إنه الجسم بعد كسر الوزن المئة كيلو بيكون عنده أو زيادة مرضية في الإنسولين الحياة دي مهمة الحياة دي بتقول إنه في السن في الوزن الكبير هناك مناعة من الإنسولين توفر الإنسولين بصورة مرضية مما يؤدي إلى زيادة الشهية إلى الهي كالوريك دايتس أو الأكل اللي فيه طاقة عالية هو يعني لو قلناها بطريقة تانية إن إحنا لو الهايبر انسولينوكستيد بتخلي الجسم اللي هو 80 كيلو لـ 70 كيلو ممكن تنزل الوزن بصورة أسهل من إن الوزن لو كان 90 لـ 70 أو 100 يبقى أصعب شوية من 80 و 90 طيب لو كسر المية بقى إنت لو عايز تخس يعني جسمك دا حاجة كده مش عايزك تخس كانوا زمان بيضربوه بيا مثلا يعني في بعض الكتب إنه أو يعني بالصورة العادية خالص إنت بتزوق في حاجة عربية في مطلع يعني هو الجسم بيتغير طبيعته إلى طبيعة مضادة لينقاص الوزن بعد كسر الميت كيلو عشان كده إحنا عايزين أنصح كل الناس اللي عنده وزن حتى 5 كيلو حاول تنزله إنه ده أسهل إنت لو عشرة كيلو هيبقى أصعب طب 15 كيلو زيادة يبقى أصعب وعشرين أصعب وأصعب طب لو كسرت أكتر من كده إنت لأ يا وزارة الصحة العالمية قالت إن الوزن اللي كسر فوقه كده بقى خلاص أنت بحتاج عملية ما تضيع شوية مش هنالك نضيع وقتنا طول العمر في دايت غير مفيد يويو كيرفينج بتلاقي نفسك نزلت شوية وزن رجع تاني وده كلام منظمة الصحة العالمية من سنة 1991 الكلام ده بدري قوي ومتاح لكل الناس قالت الناس اللي هي وزنها زاد عن طولها بمقدار كتلة يعني بس مش وزن يعني الوزن الوربان يكون أقل من 35 مش 35 كيلو وعندهم أي مشاكل من السمنة المفرطة يجب عمل عمليات السمنة المفرطة من تكمين معدى من تحويل مصار بأنواعه المختلفة كوسيلة آمنة يعني فعالة في إنقاص الوزن وتكون آمنة لإنقاص الوزن سواء في السن الصغير أو سواء في السن الكبير الظروف المحيطة بالشباب بالذات ظروف مختلفة شوية من ضمنها مثلا أن البنت مقبلة على الجواز أن البنت هتخلف ولا مش هتخلف وواء الأخيري وفي ناس عندها اعتقاد لا البنت لسه ما تجوزتش فمنعملهاش أي عمليات ده البنت اللي عمليات مش هتعرف تخلف ناس حافظت كلام ده الجانب الآخر تأثر الشباب في القدرة الجنسية كمان بالسمنة المفرطة اللي بيعانوا منها طبعا سواء ده في منتهى الأهمية ويمكن ده سؤال أنا بتسئله كل يوم يعني تقريبا صورة مستمرة هو موقف قاعد وأم أو أب قاعد وبنته معاه أو ابنه معاه هو إيه يعني احنا بنعمل حاجة صحة ولا غلط بالنسبة لحياته الإنجابية أو خلينا نتكلم احنا يعني في مصر يعني لازم نفكر بطبيعتنا العديد احنا دلوقتي السمنة المفرطة تؤدي إلى تأخر الإنجاب ده طب مش كلام عادي خالص احنا دلوقتي السن الصغير المقبل على الزواج لو فيه 100 سيدة أو 100 بنت عندهم تكايس المبيض 80% منهم عنده سمنة مفرطة المسببة لتكايس المبيض تكايس المبيض والطراب الهرمونات بيعطل أصلا الإنجاب والحل فيه إيه؟ ادي بقى علاجات في واحد عنده سمنة مفرطة أو بنت عندها سمنة مفرطة عندها صوبة في الإنجاب عندها تكايس المبيض أو لخبطة في الدورة يدي العلاج واثنين وثلاثة وقعد معها سنة أو سنتين وثلاثة لا يوجد علاج غير إنقاص الوزن لا يوجد علاج غير إنقاص الوزن ويمكن أكيد أطباء النساء أو استشاري النساء بيقول لها أول حاجة انزلي في الوزن ويمكن بيدوا حاجات دلوقتي أصلا من البداية عشان إنقاص الوزن عشان تبتلي إنها تتحسن دور الهرومنية بتاعتها يبقى إذن رقم واحد السمنة المفرطة تؤدي إلى تأخر الإنجاب وعدم القدرة على الإنجاب والضعف الجنسي عموما عند الرجال لأنه كان دايما كل كيلو زيادة في الوزن يؤثر بالسلب على الصحة الإنجابية والقدرة يعني هي القدرة الجنسية أو القدرة على الإنجاب بالنسبة للرجال لأن هرومونات الدهون بتحول الهرومونات الزكورة يعني إلى هرومونات أنسوية يعني بالبلد كده إن الدهون بتؤثر بالسلب سواء بالنسبة للبنات أو الولاد ذكر أو بنت يعني بتحول طبعا قدرتهم على الإنجاب بالسلب إلى صورة مرضية طيب إحنا إيه الحل؟ اللي إحنا بنعمله هو إنقاص وزن فبيضاعف القدرة على الإنجاب بيحسن الدورة الهرومنية ويعيد الإتزان الهروموني مرة أخرى للبنات يعني البنت اللي عندها سمنها مفرطة أنا يعني تقريبا 90% منهم دورة من ملخبطة عندها جزء من تكاوس المبيض عموما يعني فده واضح جدا بعد إنقاص الوزن بترجع لأمور طبعاتها جدا ويمكن أنا يعني مثال يمكن في سنة أكبر شوية كان جالي زوج وزوجة يعني من السودان من حوالي 5-6 سنين وكانوا قاعدوا أعملوا IVF يمكن كذا مرة يعني والوزن الزوجة والزوجة أنا أنا فاكر أرقامهم ما بين 170 و180 كيلو هما الاتنين كان أعمل بعد والله إذا حصل كان جولي في عياد حتى المرض ستاهم معادي لا هو يمكن ما كانواش أخذين بالهم أو يمكن هو صدفة هو عادة يمكن حصل طلاقة يعني ده نصيب بأنهم اتجاوزوا بعض يعني المهم أنه هو قاعدوا يعملوا IVF كذا مرة وكانش في قدر الإنجاب سنتين اتنين راجعين مخلفين وزن نازل وبدون أي IVF وبدون أي علاج برموني وبدون أي حاج خالص لأن إنقاص الوزن هو علاج يعني هو السن اللي هو الوزن الكبير عنده صعوبة كبيرة جدا في الإنجاب فبطمن كل أم وكل أب عنده ولد صغير أو شاب صغير أو بنت صغيرة إنه إحنا ما كانكو بنفكر بالطرق العالمية المظبوطة تابع الجاهد لعينز الطبي العالمي كله بيتطبق بصورة مظبوطة إحنا بدلكوا في ده هنتم لها تملكوا التفكير الطبي إحنا هنكون بدلكوا في ده وده اختيار مظبوط لإنقاص الوزن سواء تكميم معدى أو تحول المسار وإمكان إحنا بنفضل زي ما قلنا فيه الصغيرين بنعمل تكميم المعدة بالمنزار وهي عملية أصلا بسيطة يعني فتحات صغيرة يعني بتقعد إقامة في المستشفى 12 ساعة العملية أصلا لا تستغرق أكتر من نصف ساعة في معظم الناس بترجع لحياته الطبيعية خلال يومين فهي تعتبر حاجة بسيطة جدا 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 ويمكن ما هي إلا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر على امتصاص لا تؤثر على النمو لا تؤثر على أي حاجة خالص بس تتعلق بالنمو الهرموني بل بالعكس هي بتعيد الاتزان الهرموني مرة أخرى إلى البنت اللي هي المقبلة على الزواج في نقطة تانية عايز أقولها إن البنت دي نقطة مش طبية بس هو البنات صغيرين أو الشباب صغير يعني السمنة المفرطة تعتبر هزيمة اجتماعية لها لا فضل هي لا لا ما عنداش قدرة لمواجهة المجتمع بل إنه البنات فيه بنت يعني كان برضو من الهيستر كده أعرض سنتين اتنين وتروحش دراسها أصلا ما هي خلاص سنولة عامة بتاعتها ودخلها كلية ما راحتش الكلية أعرض سنتين في البيت ماش عايزة تنزل لدراسها ولا هي عنداش قدرة عنداش ثقة في نفسها وتم إجراء عملية تكميل المعدة لها ورجعت لحياتها الطبعية بترجع لحياتها الطبعية بعد كده بترجع بقى تتصور وتخرج وتلعب رياضة وتلبس وتتصور وتملأ كل الحاجات أنا عادة معظم يعني الشباب الصغير بي عندهم متعلقين بيا شوية فبيبعتولي أخبارهم ويمكن هورحك شوية حاجات جميلة كده بعد التصوير شباب تغير صورته تماما من واحد مهزوم اجتماعيا السمن حبسه جواها من عدم قدرة على الموارسة الرياضة عدم ثقة بالنفس عدم يعني مش عارف هي العبرياضة أو عايي العبرياضة ازاي على وزن مت كيلو صعب وفي مخاطر على فكرة مخاطر على القلب والمفاصل ممكن يصل ولا تقدر لا الله أطعب في الروباط الصليب لو بدأ يمارس الرياضة بيحصل بيحصل لأنه هو بيحمل على ركبته وزن غير طبيعي أوي أوفر بيحصل بعد ما يخلص بينزل وزن ويرجع حياته طبيعي احنا عايزينه يرجع حياته للوضع الطبيعي المصبوط بس كده على فكرة ده شيء نقفه ده مكتير إنه الوزنهم زيادة قوي ساعاته معندهم حماس وخصوان ما هم شباب يروحوا يمارس الرياضة يروح جيم أو يروح مكان يمارس الرياضة بدون إشراف طبي بيعرض ركبته بيعرض قلبه وبيعرض ضغطه إلى زي ما بيقوله صلمة أنت وزنك زيادة قوي المفروض الأول نقلل شوية لوزن قبل ما نمارس الرياضة ما بينفعش أروح زي ما بيقوله أروح حارب وأنا حطت على كتافي يعني دهون وكوارس كتير قوي فبدخل الحرب وأنا مكبل لحرب الرياضة يعني مكبل بأشياء في المنطقة الخطورة فبيبقى التمن إيه أطع رباط صليبي وظروف ركبة مشكلة دي تانية بقى ممكن تخليه يوازه يزيد برضه أنت حليك بتطلب منه المستحيل يعني الأسرة بتقوله يابني بطل أكل ويابني بطل أكل إزاي ما هو أصلا الجسم عنده شراها للأكل هو الجسم كده هرمونيا مؤهل واحد وزنه 120-130 كيلو أنت متوقع منه إيه هو مش بسبب هو ده جزء هرموني بحت النمر التانية إلعب رياضة وانت في وزنك انزل يابني تتحرك وإلعب رياضة إلعب رياضة إزاي ما هو بيروح ينهج من 10 دقيقة ما يقدرش يطلع سلم حتى أنت بتطلب منه الحاجة المستحيلة فعشان كده هي عمليات إنقاص الوزن حل ناجز لرجوع الحياة الطبيعية لوضعها الطبيعي كما يجب بالنسبة للسن وبالنسبة للحالة الصحية المصاحبة للسن المفردة السؤال اللي بيفرض نفسه بقى هنختار تكميم ولا تحويل المصار وخصوصاً التحويل المصار معروف أنها عملية وإحنا اتفقنا قلت لنا أنه لابد ده من أخذ فيتامنات مدى الحياة بالنسبة للتحويل المصار هل المريض الصغير في السن عنده قبل أيل كده بيحصل يعني انبارح كنت في اسكندرية في السنتر بتاعنا في اسكندرية وكان عندي أنا يعني يعني دايما ببقى ميال للتكميم في السن الصغير لكن أنا لقيت واحد سنه 21 سنة وزنه 180 كيلو وهو يعني ما عندهش أي عزيمة خالص لتوقف عن الأكل وعنده شراها فعلا غير عادية غير معتادة فطبعا أنا حبيت أن أنا عمل له تحويل المصار أكتر من التكميم الشرط التاني اللي أنا بعمل فيه كده يعني غير الأوزان الضخمة قوي إنه 21 سنة 180 كيلو يعني أنت عايز عملية فعالة بزيادة إنه لقيت دعم أسري معاها كويس جدا يعني أبوه فعلا وممته قاعدين مركزين قوي وقالول إحنا هنساعده في أنه ينتظم على إذا كان فيه ما بعد العملية قالوا لا لازم نديله فيتامينات إحنا إحنا هنشرف عليه بدا إذا توفرت الدعم الأسري والوزن معدي بزيادة يعمل تحويل المصار ليه لأ لكن إذا لم يكن هناك تحويل المصار عملية بسيطة يعني ممكن إحنا شايفين في الانيميشن تصغير لحجم المعدة مع استبعاد جزء بسيط من الأمعاء اللي هو بيستبعد 70% تقريبا من السكرية والدهون الحاجة التانية اللي عمل فيها تحويل المصار إذا كان الطفل عنده سكر ما ليه لأ إحنا نعمل تحويل المصار هي أقوى من التكميم على long term بالنسبة لي للسكر في معادة ذلك هي أنا دايماً بحب تكميم المعدة بتكون في الأوزان اللي هي صغيرة شوية السن صغير لن تؤثر على الامتصاص لن تؤثر على النمو لن تؤثر على فإذن هي عملية خفيفة التكميم والتحويل يعني سواء عملية تكميم أو تحويل هو وقت قصير يعني نفس الوقت في العمليات مش هتفرق خالص تقنياً إحنا بس هتفرق معنا لكن مع الشاب الصغير اللي بعمل عملية هي مش هتفرق مع حاجة خالص لا في المتابعة لو قعدنا نقارن ما بين التكميم والتحويل هي لن يكون هناك فارق ما بين التكميم والتحويل في المتابعات إلا فقط في الكسافة شوية في أغض الفيتامينز إذا توفر الدعم الأسري والدعم الأسري أنا شايف يعني السن الصغير طبعاً محتاج دعم شوية لأن هم عندهم وقت هادر كتير وخصوياً في السن بقى الأقل من 20 سنة وقت في نادي وقت في دراسة وقت في جامعة فهو متساب لنفسه فترة كبيرة جداً محتاج شوية نصوائح محتاج شوية يعني اعتبر العملية دي أنت مش عاملها للطفل أو السن الصغير أنت عاملها للأسرة كمان بحيث أن هم يساعدوا السن الصغير أنه يستمر على إنقاص الوزن أو يستمر فيه أنه هو يتابع يعني الكتالوج بتاع العملية ما بعد ذلك بعد الحملية هل المريض بيطيع هل بتقلي الشباب عندهم نسبة طاعة كويس جميل جداً جميل جداً هم بتبسطوا من نفسهم اجتماعياً وعشان كده هم بحفظان لنفسهم بقى عندهم هاجس كبير جداً أنه هم يلخبطوا في حاجة وتلاقيهم مبسطين وبتصوروا وهم حرسين جداً وعشان وحاجة تانية أن عضلتهم كويسة حركتهم كويسة لسه عندهم نشاط لسه عندهم عزيمة أكتر من ناس تانية يكون عندهم مفاصل فيها أستو أرثوريتس أو يكون عندهم مشاكل صحية تمنعهم من الحركة هم دول أكتر ناس في جراحة السمنة بيستفيدوا من إنقاص الوزن بصورة فعالة أنا بيجبني جداً الشباب اللي فاهم عنده ثقافة عتمة شاب ابن واحد صديقي جداً عنده 18 سنة كان عنده ثقافة مفرطة وبدأ الضغط ويعلى فهو نفسه فاهم يعني هو نفسه قاعد معي فقال لي أنا عارف أنا جراحة ثقافة أنا عارف أم بيغروا كتير فاهم يعني حتى والد والدتو في الأول تخضوا من الجملة وبتاع وطولهم هو فاهم عنكو الجيل القديم يمكن عنده برضو لسه عدم لا ده دول فاهمين يعني إيه الجراحة فاهمين بيعمل إيه وبعدين عجبني جداً وبعد ما أجرى الجراحة عادت معاه مرة وهو بيأكل لقيته فاهم أكله إزاي بعد الجراحة يعني هو نفسه وقال جملة جميلة قال لك أنا باشبع خلاص هو إنسان طبيعي جداً على فكرة هو مسألة الأكل على فكرة عايز أقول لكل الناس إن الأكل ما بعد عملت تكميم هو أكل صحي تماماً أكل عادي يعني أكل البيت الطبيعي إحنا ما فيش لميتيشنز إحنا مش نص بيته صباحاً ومساءاً وما فيش فهو أنه بتاكل أكل عادي خالص بس اللي هو دون إسراف التعلمات البسيطة يعني دون إسراف في السكريات وشوكولاتات والأيس كريم لأن العملية دي ما بتأثرش على انتصاص زي ما اتفقنا فإذن هناك يعني تحفظ بسيط يعني خليك في المعادل يعني الطبيعي العادي أنت مش عاشها عامل عملية في تقوم يعني كل أكلك يكون هو سكريات فقط وما تقولش أكل طبيعي اللي البيت الأكل اللي موجود في البيت كله عادي الطبيعي العادي خالص بس كمية بالكميات اللي تستوعبها المعدة وهي المعدة أصلاً زيارة الشبع وتقليل الجوع بعد تخلص من نسبة كبيرة من هرمون الجوع بيخلي الإنسان إنسان طبيعي جداً 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 بيجبع أوتوميتد يعني هو بيجبع وبيبقى مبسوط جداً بوجباته الأكل طبعاً مفوش جوع خالص فيه شبع بكميات يعني على فترة أكبر شوية هو بيبقى مستكفي مبسوط جداً جداً وما يعودش في البيت فترة كبيرة هو فترة يوم أو يومين ما بعد إجراء العملية انزل شغلك العادي يعني مش لازم تقعد بقى في البيت وزياراته لا ده فتحات صغيرة خالص إقامة 12 ساعة مفيش عملية صعبة اسمها أنت بتخرج فيها في 12 ساعة من المستشف فينزل لحياته الطبيعية ما يعرفش حد حتى أنه عمل عملية مش لازم تحدث يعني تغير في المجتمع اعمل عمليتك وخل الناس تسأل انت ليه خسيت هو ده السؤال خل الناس تعجب بيه خلال لساً بهر مش فكلك جديد لأول مرة ملامحك هتبان بيبان جداً الفرق بين السمنة هذا الشكل اللي بيفرضه عليك العفاريت اللي اسموهم الأكل فاست فود وبين الشكل بتاع خلق ربنا الطبيعي اللي بعد ما السمن بعد بتروح وترجع لخل لشكلك اللي انت عمرك ما شفته قبل كده أول مرة هتشوف شكلك الطبيعي بعد ما ترجع لوزنك الطبيعي هتشوف شكل غير تماماً قبل كده لشكده في ناس ما بتعرفه مش لكن كلام العيان ممتع للغاية وأكيد هيكمل لنا مدعا للحوار الأكثر من ممتع اللي مع ضيف العزيز الاسسوس دكتور كريم صبري نحن نسمع قصصه بس مع مرضى تعالوا نسمع مع بعض صورة من صور دراحات السمنة في المراهقين وزن مية ربعة خمسين دكتور مؤمنة اللي عندي السمنة ومكنتش بلاي ماثاتي عدين رحتله قال لهم عملنا التحويل المصار وزن مية ربعة خمسين وعملت عملت التحويل المصار وخدست خمسين كنت بعانم السمنة كنت بلاي درمشي ولا در أتنفس بعد ما عملت العملية بقيت أحسن من الأول وبدأ در أتنفس واشتغل كنت مأكلب كتير وكنت بدخن بعد العملية بقيت أكل كمية ليلة وبخيس ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم هذا يوم من أهم أيام الدكتور أو نقول أنه اليوم الأهم في تاريخ الدكتور عبر السنوات الماضية أولا لأن هذا اليوم نستضيف أسطورة كبيرة من أساطير الطب عبر العصور وفخر كبير للطبيب المصري وفخر كبير للطب العربي وأيضا موضوع الذي سنتحدث عنه اليوم في الدكتور موضوع شديد الأهمية سنتحدث عن البليدينج النزيف والنزيف من ناحية الطبية عندما نتحدث عنه ينبغي أن نقف أمام نقاط هم جدا نقاط محددة أول هذه النقاط أنكم أعزاء المشاهدين حتى مشاهدي الدكتور قد لا تعرفون أشياء عديدة عن النزيف هذا الأمر يجعلنا نقف أمام واحدة من أكبر الموضيع أهمية وأكثرها إسارة وأيضا أشدها خطورة في عالم الطب ولكن هذا فخر كبير للدكتور أن يكون ضيفان اليوم أسطورة كبيرة في عالم الطب قدم سنوات عمره مخلصا لخدمة الطب بالمجال وما زال يقدم الكثير من الجهدي ما شاء الله فوق ما يزيد عن نصف قرن من أجل أن يقدم خدمة طبية وصورة رائعة للطبيب المصري أحب لفظ الحكيم عن لفظي الدكتور وقال في كثير من حواراتي أن الحكيم هو اللفظ الحقيقي الذي يعبر عن التصرف المنطقي الذي يصيب به الدكتور هدفه إصابة صحيحة ويحققه هدفه المنشود ويحققه النتيجة الصحيحة عندما يكون فقط حكيما الأسطورة الطبية الحية وأعلم أهل الأرض الذين يتحدثون باللغة العربية وأكاد أجزل أعلم أهل الأرض بالفعل بالإنترن الميليسن أو طب الأمراض البطنية وأستاذنا أستاذ الأسازة الفخر الكبير لنا اليوم في الدكتور هو ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور حسام موافي في حاجتين كبار جدا بيض العين للدكتور بقى الألم والدم اللي بيقول أي ما ينشع في بيتها ما هو تعريف النزيف أو البليدين لأسباب باطنية مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلب عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح الأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي ستة مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي ستة مرات على مستوى نقاطة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كلية طب جامعة القاهرة رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رأى الطب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة اسمحوني أنا أرحب بأستاذنا وأستاذ الأستاذة والأستاذ الكل أستاذ دكتور حسام وافي منور إفنة الدكتور أهلا بيك يا أيها دي خطوة عزيزة والدكتور شرف تشرفا كبيرا الله يحفظ تعامل عمفكرة يعني عمل جبار يعني بتوعية الناس ده شرف كبير فعلا يعني الناس اتنقلت نقلة كبيرة جدا يعني في بعض افتكر نفس الدكتور دول ما نجدعه بيك علا ده هتقول له حشي لما فيه ناس اتعلمت لما الدكتور يكلمها تقول له ايه يعني إذا حست إن فيه حاجة مش صح بيتطلقطها بسرعة جدا وده بفضل الله ربنا يا بريك فيه ده بفضل حضرتك لا شهده عتز بيا لما اخناك تشهده بشهده دي أنا كده خدت أكبر مساعدة الأول أنا كنت بعيد جدا على البرامج دي ما كانش فيه وقت بس لما بتيت أركز وبتيت أستضاف فيها يعني بتيت أشوفه وبعدين عرفت الكومنت بتاع الناس الكومنت جميل جدا جدا يعني جدا من بريك فيك فأنا شرف كبير لنا وهذا البرنامج مكسبه لأساس إن أنا سمح لي إن أنا أجلس أمام حضرتك يعني ده مكسب ما بعده مكسب الله يبريك فيك والحمد لله بنكون مكتبة كاملة في حواراتك ديت يعني صروة أعتقد إنها صروة كبيرة جدا إن الناس تدخل على اليوتيوب هتلاقي كل محاضراتك مرصوصة بيشوفوك بشكل مباشر فيه ناس كانت بتسجل المحاضرات آه بس ديت محاضرات طبية لكننا بتكلم على البوبيوليشن العام كله وكمان شباب الأطباء اللي لسه في سنة أولى أو تانية يتعلم من دلوقتي لسه مقدرش يوصل للمستوى إنه يقدر يفهم الإنترنة المدلسية اللي غاية لما يوصل بقى يسمع محاضراتك ويقام تسجله هيبقى كمل ثقافة كاملة أنا عايز أبدأ بسؤال لماذا اختار أستاذنا هذه الحالة حالة النزيف عشان نبدأ بيها محاضراتك هقولك يا أيمن إنت قلته في النص كده وإنت بتقدم في حاجتين كبار جداً بيوض العيان للدكتور طول عمرنا كده نعرف القلم والدم القلم والدم اللي بيقول أي مقداش شعر في بيته بيستحمل مرة إنما حنفترض لقدر الله معص كألوية بيجرأ المساشفة قلم زبحة صدرية بيجرأ المساشفة يبقى القلم بيجرأ الدكتور بيجرأ المريض والدم لو شعر دلوقتي الأمور خدت صورة في الدم إنه ممكن فعلاً يكوح دم ويسكت يقولك عبقى أروح يوم السبت يقولك لا لا الدم عرض يعني لازم العيان يستشير دكتوره بسرعة جداً ما يتسكتش عليه زي القلم زي القلم مش مال للقلم عشان وجعك طبما الدم افترض إنه هو في نص الليلوزات طبما أنا أخده وهو نقطتين بدل ما يبقى في الماء جبير ما هو تعريف النزيف أو البليدينج لأسباب باطنية وعشان نبتعد عن الأسباب لأنه الموضوع كبير لو تخلنا كلمة تراحية كمان يعني دايماً عندنا حتى في الكتب اللي هي الباطنية عندنا بالنسبة لدكتورة بقول لهم يعني واحد بينزم بس مش جراح يعني مش حادثة عربية مش مش دوالي مريء مش واحد انفجر فيه معدى أو ورم سرطاني ونزف لا ده واحد ماشي عادي جداً ومعتقد أنه سليم جداً وشاف الدم ده اللي حنتكلم عليه مش حنتكلم على واحد خبطته عربية وبينزف ولا أي حاجة من دور ولا قرحة معدى نزفت ده واضح إن فيه سبب إنما واحد كان ماشي عادي ولد في المدرسة ونزف ولد في الجامعة رجل في الموظف وفي شغله لأ منخيره فتح الدم سنانه نزف الدم كح دم بدون أي مبرر أو 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 لأ دم في البول أو لأ في البراز أو أي حاجة ده اللي حنتكلم عنه إذن سنبدأ بالأسباب آه قبل ما أقول الأسباب يا أيمن حقول إن ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله عامل حسابه إن أنا حتعور ما في الشك أنت بتحلق الصبح سحلق أوه هتعور أنا ماشي جات إيدي في سلك شائك في أي حاجة عربية قفلت علي ربنا عامل حسابه على تيدا سبحان الله فأول ما الواحد ينزف نزيف بسيط وليكن أنا بفترض واحد بيحلق بيحصل ثلاث حاجات يحصل ثلاث حاجات أولاً أنا قطعت شعائر دموية الشعائر دموية دي لها جدار الجدار دا عضلة فتفتح العضلة تفتحت وخر دم تلم تقفل سبحان الله بس قدرتها على القفل محدودة والوقت قصير بس بتلحق يروح قافل وعاق الدموية دا يقوم يمنع الدم دا الميكانيزم الأول لحماية إنسان من وافق الدموية نمرة اتنين ناخد إخبارية الصفائح الدموية تاخد إخبارية أن حصل الجرح دا تروح جاية من آخر الدنيا ومن كل حتة ووقفة عند الجرح طب عرفت إزاي سبحان الله إنسان ما الجرحت الجرح طلع مادة تشمها الصفائح تشمها المادة دي تروح جاية جري وقفلة ما اطرح الجرح فالنزيف يقف بس برضو محدودة لدقائق يكون الكسكيد أي الشلال بتاع الجلطة ابتد إشتغل بقى أنا عندي ثلاث حاجات رقم واحد الشريان حيقفل نفسه عضلة تنقبض زي خرطوم جنينة وانت روح تقفله عشان ما يخرش نمرة اتنين الصفائح تلمي نفسها بإيه؟ بحاجة سمها تيشو فاكتور تيشو فاكتور دا لما يطلع اللي هي المادة اللي بتطلع من حتة المقطوعة المتعورة تقولي الصفائح تعاله بتعرف إزاي سبحانك الله تيجي تقف في حتة الجرح على بال ما دا يحصل ودا يحصل يخد تلاتة أربعة دقائية يكون شلال دا شغل دا شغل دا شغل دا شغل دا شغل دا الحد ما نوصل للمرة 12 يكون عمل الجلطة اللي هي الناس بتشوفها لونها أحمر وكذلك تروح بتقفل الدم إذن اللي بينزف حاجة من تلاتة غلط يعني مش عارف يعمل كده مش عارف يعمل مشكلة في الصفائح يفي مشكلة في الكسكيد بتاعت دا متوالية متوالية بتاعت العوامل التجلط شلال العوامل التجلط بس أما يجي لي واحد بينزف لازم أبحث على رقم واحد كويس جدا هل عنده مشكلة في الأوعية الدموية مثال نقص فيتامين سي بيعمل مرض اسمه سكيرفي اسقربوت هذا المرض يخلي جدار الشريان ضعيف جدا مش الشريان الشعيرات الدموية ضعيفة جدا يقوم لو تفتحت لأي سبب من الأسباب ما تعرفش تلمي نفسها ليه؟ العطلة ضعيفة طب ما دي علاجه سهل جدا إنه نديره فيتامين سي لكن تشخيصه صعب جدا جدا كان عنده البحارة بتوع زمان البحارة اللي بيقعد ستة شور على المركب بيأكل أكل محفوظ محروم من فيتامين سي الموجود في الفواكه والخضروات وما بيخزنوش معهم بيأكل علب 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 ستة شور بيبتدى ينزف على نهاية الرحلة إيه اللي بينزف فيه تلاقي اللسة منخيره نقط حمره تحت جلده كتير جدا نقط نزف ليه لأن الشعيرات الدموية ضعيفة جدا ما فيهاش فيتامين سي بتاعك طب أنا عايزة أشخصه أعمل إيه أفضح الشعير الدموية أفضحها هجيب جهاز ضغط وارفع جهاز الضغط بحيث يقفل الوريد لكن يسيب الشوريان أنا افترض يا أيمن أنا ضغطي 120 على 80 أنا فوق 120 قفل الشوريان لأ مش عامل كتب أنا هخليه تحت 120 وتحت 80 بس أعلم الوريد بقى أنا قفلت الوريد بقى بدخل الدم وما اخرجوش فلو كانت الكشعيرة ضعيفة هتفرقها يبقى فضحته ده اسمه هستست هستست ده في العيادة يتعمل ده في العيادة فأنا أجيب جهاز ضغط وأعملوه إذا قال لي أنا بنزف وكده إذا طالع كده خاص ده اسمها فاسكولار تيربرا للدكاترة فاسكولار تيربرا يعني النقط الدموية اللي بتيجي نتيجة ضعف في الكابيلرز اللي هي الشعيرات الدموية الحمد لله بفضل الله إنها ممكن تكون بيتامين سهل بس أو الكبار رجل كبير ثمانين أو خمسة وثمانين سنة تلاقي جسمه فيه نقطة حمرة كده فاسكولار تيربرا يعني لو اللي جده عايش يروح يبص على جده يلاقي فيه نقطة حمرة بسيطة كده أو معا قطاع الدور المونوبوس أو بعض الحميات زي التايفس اللي اختفت من الحميات أو من جيتس يحصل معا ضعف في الشعيرات الدموية يبقى أنا عندي مجموعة كاملة من أمراض بتعمل ضعف في الشعيرات الدموية تنتهي بنزيف إما نزيف تحت الجلد أو من منخيري أو من أسناني وعادة ملقاش نزيف قوي قوي لأنه هو الميكانيزم رقم واحد أنا فقدته وهو إنه لما تعور ما عرفش عمل كده تقول لي طبعا أنا ما تعورتش أقول لي طبعا هي ضعيفة ممكن تفرق على واحدها واللي بشخصه الهستس اللي هو بتجزد نمرة اثنين مهمة جدا جدا خصوصا الزمن ده اللي جميع الناس قاعدت بلبع في أسبرين كل الناس يقول لك أنا بأخذ أسبرين احتياطي وتلاقي شاب بـ 23 سنة ولا عنده عيلة فيها شر ينتجي ولا كل سرور عالي ولا هو مدخم ولا عنده أي رزق وقاعد يبلبع في أسبرين أواخد مادة شبه الأسبرين يعني مش لازم أسبرين بأسمه مش أسبرين آه يعني في أسبرين في أسبرين خلاص بقت دلوقتي الأسبرين بقى حاجة مقدسة آه هو دور كويس جدا اللي بستخدمه بس مش مش لدرجة إن أنا وأنا معدي في الشارع كده أخد أسبرين يعني فده حنتكلم بقى احنا قلنا الميكاريزم التاني إن الصفائح تلم نفسها وتيجي في الحتة دي طيب ما فيه الصفائح فيه أمرات كثيرة جدا تخلي الصفائح نقصة عندنا مجموعتين من أمرات المجموعة الأولى ما نعرفش عن حاجة اللي احنا نسميها إيديو باتك هي من عند ربنا تتس المجموعة التانية صفائح واطية وأنا عارف ليه أنا عارف ليه فواطية عارف ليه قد يكون النخاء العظم مش شغال طيب مش شغال ده على مستوى الصفائح بس وعلى المصنع كله المصنع بيعمل ثلاث حاجات صفائح دموية وكرات دم بيضة وكرات دم حمر بان سايته بنت فلو النخاء العظم بايز يبقى الثلاثة راحة يبقى لما يلي واحد بينزف وعمل له تحليل دم أليه صفائح واطية ومعاهد كرات الدم البيضة واطية ومعاهد كرات الحمر ودم واطية خلاص المصنع قفل يا رجال المصنع قفل إنما صفائح بس قد تكون دوة بيبوز للصفائح بس زي الأسمرين أو أن هذا الصفائح من عند ربنا كده مارد ما نعرفوش حتى اسمه الديوباثيك اي تي بي الديوباثيك تروم سايتفانك بار متعامل في أفلام كتير قوي آه كتير قوي في أفلام الأجنبية بالذات اللي بتجيب كان في أفلام الرعب بتبصد يا واحد قاعد آه وبينزف كده وطول الفيلم بما ليه يأتيوا لابس ماسكو في الآخر نكتشف إنه هو القاتل لما ينزف آه اللي هو القاتل الحائر أو القاتل مش معروف الـ اي تي بي دي بقى اللي هي الديوباثيك تروم سايتفانك اللي هو واحد ما عنده الصفائح لها نظريتين لا ثالثة لها نظرية الأولى إما الطحال بياكل في الصفائح مشينا الطحال ده ما زي كده زي واحد بيحب اللب ديني مالي أنا أكله هو ماسك اللب يأسأس فالطحال قاعد يأكل في الصفائح أظن بديهيا يبقى العلاج الأمثل نشيل الطحال بس هشيله ازاي وبينزف معضلة الحل النظرية التانية جميلة جدا يقول لك لا دي أجسام مضادة ضد الصفائح يبقى العلاج كورتيزون بس يبقى الطفل غلطا بنشوفها في أطفال يعني هياخد كورتيزون بحد ما الصفائح تطلع قوي رشيله طهال بشتغل عن نظريتين سوا فالصفائح مهمة جدا إذا لو واحد بينزف عملتله هستست طلع لأ نشوف الصفائح ايه قصة الصفائح هل هي قليلة ولا إيه طب ولا إيه دي بقى نقف عندها صفائح الطبيعية من ربع مليون لنصف مليون في الملي المكعد من 250 ألف إلى 500 ألف هنقول المتوسط 350 ألف فواحد نزف قال له حل الدم قال له لا دي أنت صفائحة كويسة خلاص يبقى طمأن هو غلط هي 350 ألف موجودين بس مش شغالين مش شغالين يبقى ثروموسايتو أثينيا مش ثروموسايتو بينيا بسروموسايتو بيني عن النقص صفائح إنما قد تكون نورمل وحشان كدا لازم نعمل وظائف صفائح ده أختبار مهم جد لمن جاله صفائح نورمل لكن أنا شاكك أعملله وظائف وظائف دي بتيجي في أنبوبة وحط الصفائح وني уديها مادة نخليها تلم نفسها ثم تفاركش نفسها بمادتين حطيت المادة لم نميتش نفسها تبقى مش شغال مش شغل زي بتوع الأسبرين بالزبط يبقى حتى بتاع الأسبرين أنا بحميه من التجلط فعلاً بطريقتين إما الصفائح تريدها يقلت في ناس أخد أسبرين صفائح يقلت 80 ألف و 70 ألف وإما طبيعية بس مش شغلها فمش عايزين نغلط الغلطة إن أنا ملاقيها طبيعية أطمئن لا يتعامل لها اختبار وظائف صفائح اجريجيشن وديس اجريجيشن طيب الصفائح هنشوف العد الأحمر واطي صفائح واطي يبقى المصنع مش شغال يبقى نبتدي نفكر بقى هنعمل إيه ده وإيه السبب لما أسأل واحد سؤال سهل أوي كده أقول له طب العد الأبيض علي جداً والصفائح واطي جداً وكرات الحمر واطي جداً يقول لي مصنع بيعمل عربيات وموتوسيكلات وعجل مصنع في الصين بيعمل عربيات طلع قرار رئيس جمهورية الصين قال له ما نعايز عجل بس خلاص فهتلاقي كبينة العجل المصنع على حساب مين حساب العربيات والموتوسيكلات الموتوسيكلات ده اللي بيحصل في النقعة العظم بالزبط في سرطان الدم كرات الدم البيضة بتزيد قدي العجل فبتنفي أو تلغي اتنين في المصنع كرات الحمراء والصفائح يبقى ده عالي يبقى مش شرط إن التلاتة واطين ممكن كرات البيضة العالية جدا جدا في سرطانات الدم على حساب الصفائح الواطئة جدا وكرات الدم الحمراء الواطئة جدا فده أحد الأمراض الخطيرة جدا في الزمان حضرتك كنت شبهت لنا اللوكيميا أو سرطان الدم بهتلر في الحرب العالمية التانية لما خلى كل المصنع تعمل مدافع بس بس خلاص مش لقين جزمة آه مش لقين شب شب مش لقين أي حاجة ده اللوكيميا آه ده اللوكيميا كل المصنع المصنع بيعمل كرات بيضة بس آه فبيضغى على كل حاجة اللي هو النخاء العالي فالصفائح مهمة هنسأل بقى سؤال حلو جدا جدا بالتكاترة هل هستست اللي أنا عملته في الأولين اللي هو الفستر اللي بيفضح الفستر هل يطلع بوزوتيف في الناس اللي عندها نقص صفائح منطقيا يقول لي لأ نحن لقى تعالى بقى اسمع الشعارة الدموية الصفائح مرسوصة على جدارها والباقي هو 50% مارجنال و50% سيركوليتيج 50% لازق و50% شغال احتياطي فعندما تقل أول صفائح اللي لازق ده يفك هيدضع في الجدار يبقى زيه زي مين زي الأولين يبقى هيدست مي بي بوستيف ليه؟ لأنه بيه سيفير سروموسايتوبينيا فالبليتليت اتخذت المارجنال بقت سيركوليتيج يعني اللي كان على الجدار بقت دايرة فبقى ضعف نزيف الصفائح نزيف شديد وسبونتانيوس الواحدة المهمة جدا قاعد بيتفرق على التلفزيون أو كحة فهو سيفير وسبونتانيوس عشان الدكاترة اتنين اس عشان ما ينساش سيفير يعني عنيف سيفير يعني الواحده الواحده بلا دربات ما تخبطش ما كانش مثلا بيخلع سنة مش عارف ايه خالص عشان كده لا عجب لفتاع الأسبرين لما يلاقي دم لا عجب وقالي أنا بكح لقيت دم في الكحة معيني ما تخبطش ولا أي حاجة سناني لقيت كدمات لقيت نقط حمراء لا عجب دا مشاقات الأسبرين بقى عندك مشكلة في الصفاء تقولي طيب ممكن الجلطة تحصل من غير متعور طبعا طبعا هما اللي عنده جلطة في القلب حصلت ازاي واللي عنده جلطة في المخ واللي عنده جلطة في رجله وحصل عليها مشاكل طب ازاي اعمل جلطة وانا من غير متعور في قصص طويلة جدا جدا بتحصل جوه الشريان لما يكون الشريان وحش وحش رف الصفائح بتلزق عليه رف يعني خشن اه شرام من جوه خشن يتهيق للشريان ان انا متعور انا مش متعور خالص هو انخدع صفائح جات اتلمت هنا طلعت مادة اشتغل يا جدع عمل الكارس فده اللي بيحصل جوه الشريان انما العادي ما بيحصلش كبه سنة طبيعي اللي مش مدخن اللي ما عندهش كل السرور العالي اللي مش من قسرة سيئة السمعة في القلب اللي ما عندهش ضغط عادي اللي ما عندهش حاجة اسمه هوموستين بروتين بيباوز دنيا متأسف كل دول عوامل بتخلي الشريان ممكن يتجلط وهو سيئة هو عنده حاجة خشنة لزقت عليه الصفائح يتهيأ بقى للجسم ان الراجل دا عنده تعويرة والصفائجة وكذا كسكد دا بينتهي باننا نعمل جلطة بتقفل نزيف خالص ولكن اذا كسكد دا بايز بقت فيه مصيبة فيه مصيبة مثل دا الهيموفيليا اللي الناس كلها سمعت عنها دا الهيموفيليا هو دا في نقص فاكتور تمانية واحد اثنين ثلاث اربعة خم تمانية مش موجون عامل تمانية من عوامل التجلطة اسمه فاكتور 8 اللي هو انتي هيموفيلي دا اسمه AHG ماشي هقول له واحد عنده هيموفيليا فاكتور تمانية ايسو يطلع دا حيقول لي ما عرفش الارقام اقول لي طب الارقام النورمال 15 الهيموفيليا يطلع 0 ولا 4 ولا 9 ولا 15 اختار رقم فهو دايما يختار 0 او 4 هو خمستاشر هو خمستاشر ليه هو موجود كرقم يعني ما اقول للمعمل ما اقول ليش لو سمحت اسلي فاكتور 8 ما اقول ليش اسلي فاكتور 8 عامل 8 لا اقول له شوف لي شغاله لأ فيشوف بتاع فاكتور 8 هو دا الهيموفيلي تنورتنا شرفتنا والدكتور يعني زي ما يقوله نور نور بجد بوجود حضاك معنا وهيبقى دايما في زي المناهج ماشية متوازنة يعني هنعمل منهج للدكتور ومنهج للناس الحلو عشان برضو هيبقى شيء رائع جدا انه الناس تستفيد انا بقى سعيد جدا باي حاجة بلا مقابل اه طبعا احنا بنشكرك القهرة وناس ونعلم الناس معلم الناس شعب او شعبين او ثلاثة والله دي حاجة كويسة تقول القهرة وناس كلها بتشكرك على لسان لا لا مش شكرا لا 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 طبعا 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 يعني حضرتك تدينا من وقتك بلا مقابل في كل حاجة دا دا شيء احنا بنشكرك شكرا جزيلا وساعدنا بهذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة هناك الكثير من الاسئلة ويمدو ان مائدة الدكتور تستسير الاسئلة اكتر من مائدة الدكتور نورتنا حدو الله يحب استاذنا استاذ القيمة المالكبيرة استورة ايقونة الطب في الوطن العربي استاذنا استاذ الدكتور حسام وافي كان منيرا ومشرقا في واحدة من اصعب واهم وضق الموضع النزيف في الدكتور خليكوا دايما مع دكتور اهلا بكم مرة اخرى مازلنا في حضرة النش في حضرة حبلة موقودة خايفين جدا على الرحم من كلمة مخيفة اوي في عالم النساء وتوليك اسمها في جر الرحم يا جماعة في جر الرحم ده حالة هتتلم المستشفى كلها النساء والتوليد والجراحات ونقل الدم وعنها مركزة جاهزة وكل حاجة فعايزين نقرب برضو من هذا القبلة هذه القبلة المقودة طيب احنا اتفقنا ان كلمة النش وليه اسماء مختلفة علمية يسموه التقاء عنق الرحم بجسم الرحم ده الاسمس فالاسمه سيل زي الهايدرو سيل زي الفريكوسيل سيل يعني انبعاج او او هيسموه حتى كل المسميات المختلفة ده او هيرنيا كل المسميات المختلفة ده عشان نقرب عشان وكانت مختلفة من النش النش المقودة اللي بيبقى ضوء شاهق بالمكرنة بالضوء الطبيعي اللي موجود داخل الرحم ونقدر نقول قد النش فتعال نشوف داخل غرفة العمليات ببسطة تحت تخدير معين او بسيط عاوزين نملى الرحم ده بالصلاين بالمحلول الملح ونملى التجويف الرحم بالصلاين فبالتالي هيتملي بالملح وبعدين يبدأ يحصل كراكس دي يخرج محلول الملح يخش فيها فنقدر نكتشف هنا الدفاكت الموجود ومن خلال اكتشاف الدفاكت نعرف هنا ان فيه مشكلة اعنا نشوف النش ازاي تشخيصه داخل وقلنا بالصنار لنقدر نبص عليه نبص نشوف بالصوت الصورة تشخيص الملح دي المريدة بتشيكي ببص كويتر بليدين فقط فيش اي حاجة اللي كان عندها الام وتعملها منذار وتحسنت الالام ولكن حاجة الوحيدة اللي مدايقاها انها في دم بعد الجماعة هنحقن مفروض ان ده الرحم وده بطانة الرحم الجزء الابيض ده وده عضلة الرحم هنملى ده محلول ملح انا بيجهز السنار نهباني وفيه قسطرة محدودة في الرحم هنحقن مفروض انه هيباني نون اسود كده ياخد غلات الاخر لو فيه تآكل في قدار الرحم هيباني الصلاين لون اسود كده موجود مكان القاسرة القديمة اضع الصلاين ده ايام لا موسيقى اشترى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 تأثيره لو علاقة بالحمل، تأخر الحمل، نتيجة إيه؟ الالتهاب الموجود بيخلي بتانت الرحم غير مؤهلة، إنه بيحصل إيه؟ لما بيحصل قصف بعد الجماعة للحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية ما هي طالعة تلاقي بهو أو دهليز جوه روح دخل جواه وما تكملش رحلتها كأنه انترابد واكستطاد كل الحيوانات المنوية، وبالتالي تلاقي المريضة قعدة سنة واثنين وثلاثة روح منها بتحمل طبيق ما بتحملش طبيق أو إن يحصل حمل خارج الرحم بس بجرح النش، أو انفجار الرحم أثناء الولادة، أو انفجار الرحم صامت اللي موجود أو حاجات تانية مش موجودة مكتوبة، انفجار صامت لرحم، يعني بقى الستة متدرش خالص، أو كمان ممكن يحصل إيه؟ البلاسنتا، المشيمة بقى وما أختارها، المشيمة اللي تلاقي مكان فيه تعارف المشيمة بتقعد تحفر عشان تلاقي مكان تنزرع فيه، المشيمة لقي حفرة سهلة فتنغمز فيها يعني تخيل المشيمة دي كأن ليه علاقة أو ديالوجات أوعية دموية بتاعتها والخلال الراضة بتاعتها اللي هتبدأ تنغمز في الجدار الرحم، لا يا مكان سهل فانغمزت فيه ولا فيه كأن فيه كيموتاكسنز، يا كأن فيه خلايا مغناطسية تقدر تجذب الجنين بدأ ما يبقى فيه في الميديوترين، أو حتى في الامبريو ويندو بتاعه، الشباكة والنفذة اللي بيأصل فيها تنزل تاني، وأحيانا يطلق على النش اليوترين ويندو وكأن ده نافذة الرحم، وكأن انك انت تقدر عارف بالسنار السنار عوار عن كمبيوتر، صح؟ والكمبيوتر فيه برنامج اسمه الويندو، صح؟ فمن خلال الويندو بتاع الكمبيوتر تكتشف الويندو بتاع الرحم، شباك الرحم عشان من خلاله تطل من هذه النفذة على العالم الأرحب للمشاكل اللي ممكن تتم في الأرحام ومشاكل اللي تم فيه أجساد المرأة، وتقدر تتوقاها لو إحنا بجد ذكرناها، وقدرنا نتخيلها في المراية الجانبية والبقع السوداء أو العمياء اللي موجودة في المراية الجانبية، الميس دياجنوزس، قدرنا نتخطاها، وقبل ما عدي بعربيتي، وقبل ما عدي بتشخيصي مع المريضة، أبصي مين أو شمال بألفتة كاملة عشان لو النش ده ما توقعتوش، كان يعلمونا زمان على الحمل خارج الراحب إذا لا تستطيع تشميلها، لا تستطيع تشخيصها، لو ما شمتوش على بعض، مش هتشخصه، النش هو أوقع لو ما شمتش من خلال المريضة وبتشتكي، وأحيانا البوينتنج إنك تقدر تقول هنا في نش، هنا في ألم، هنا في التصاق تتخيلوني إنه دايما الالتصاق ما بين جدار الرحم، ما بين جدار المسانة، ما بين أحيانا الأنتيرو أبدومنا الول يحصل الالتصاق، ويحصل معدي باستبرت، ما أعمق نقطة في جرح الكيسرية عشان كده بس حتى بنسميه الكيسينج، بلدر المسانة الملامسة قبل المسانة، مخرب أول من المسانة تعال نشوف بقى المريضة اللي مفتوح بطناء أكتب من المرة، اللي إنت متوقع هيبقى فيه التصاقات، وإننا نقدر نعمل منزار، وبعد كده نبدأ نقارن نخلنا بالمنزار، زي متوقع رحم والتصاقات موجودة، وأحيانا بتبقى معانا بتطنية رحم مواجلة، يعني ممكن يقادي أنابيب مرتشحة، معانا أحيانا قادي القونون الحوضي ملتسك في الجدار الرحم، في جدار الحوض، قادي الأنابيب بين إنها مرتشحة، قادي الرحم، إحنا بأحيانا بيبقى أكتر من ضيف، سقيل الظل موجود، يعني مريض، مرض موجود، ويبقى يتصادف وجودهم مع بعضهم، وأحيانا ليهم ارتباط ببعض، تعال نشوف بقى إيه إن إحنا ممكن حد يخش، فلاقي هنا المشكلة موجودة إن فيه التصاق بالقولون، بالهايدروسالبينس، أو ارتشح الأنابيب اللي موجود، بالكيسنج أوفرز، بالمبيضين الملتسقين، اللي فيهم بطارة رحم مواجلة يقولك، هو ده سعب الألم، هي المشكلة خلصت كده، لأ، هتطلع المريضة لسه بتشتكي، هنبدأ هنا نفك الالتصاق اللي موجود، ده ده عادي جدا، إلى الآن ده عادي، ده هبوس هنلاقي كمان في بطارة رحم مهاجرة موجودة، يعني أحياناً يتصادف أكتر من مرض واحد في مريضة واحدة، أه، تجلية تشبه دايماً إن ممكن جداً اللي يدخلوا يسرقوا مكان أكتر من المجرم مش متفقية، أنا ما تكفيديه وكانت عجباني جداً، يعني عجباني جداً إن فعلاً ما تقولش إيه ده ده حرامي هو، ده ممكن يكون اتنين، ممكن يكون ثلاثة، وانت بس شفت حرامي، فركزت حرامي، ومش عالين حسابة ده هم بقى كل واحد جايب الصدفة الواحد، وهو هنا، الموضوع هنا بقى أكتر مجد من مرض في نفس التوقيت، في نفس جسد المرأة، هنا بدأنا نفكر الالتصاق اللي موجود في اليوتروسيكرال، الرابطة العجزية، واللي موجود مع الكولوم، واللي موجود مع أدن مبيض اللي بقى إنتاجلينج، وبقى متاخد في الالتصاق، وعامل ديسبارونيا، ألم رهيب جداً، وألم في الدورة، وهنا ممكن يكون إيه؟ التشخيص دم على كده، لأ، الديسبارونيا ألم في الدماء، والديسمي نورية، عاوز أقول لك، إن اللي موجودة، وهي عاملة إما أرآي، مش مكتوب في التقرير، مش معنى كده إن الإما أرآي هو اللي غلط، إن اللي قارئ، هل إنت قمت بدورك حقيقةً أو لا؟ إحنا مش الهدف هنا كمان، إن أنا أتكلم على الأخطاء، أو لا، أنا عاوز أقول إن دي المرض ممكن يكون موجود، وبرضو يجي في النقطة العمية لفي التشخيص، ويضل تشخيصه ويعدي. بعد ما حررنا المبيضين، وحررنا الأنابيب، والمشاكل اللي موجودة، والأنابيب اللي مفروض إنها تصاصل عشان فيها ارتشاح، وهي قريدي بتدور على إنجاب مرة أخرى، وعاوز أتساعدها على الإنجاب مرة أخرى، طيب، وبعد التقنية الرهيبة دي، وبعد التخلص من الأكياس الدموية، اللي مش دورنا في وقتها دلوقتي إن إحنا بنتكلم عليه، هنبدأ ده ما يعفناش إن إحنا هندور على الجزء الأصيل اللي إحنا شخصناه، زي بعد ما الميرادة نامت، عملنا السونوهستروجرام، عملنا فحص بالسونار وملينا التجويف الرحم بالصلاين عشان نقدر نشوفه، ونقدر نعمل ده بحاجتين، سواء كان بالفحص بالسونار التقليدي أو الهيسترسكوب، نعمل منزار رحمي، وأثناء المنزار الرحمي يبقى معانا سونار داخل غرفة العمليات، يبقى إحنا عاملين دي والإفكت، إحنا الجزء الخلفي للرحم اتعامل خلاص، بطنة الرحم المهاجرة والمبيادين اتسلكوا تماماً، خرجنا الأكياس التشوكرة الموجودة، الأنابيب المرتشحة أحياناً بنلاقي انفراجة في الأنابيب المرتشحة، وده معناه إن مش كل الأنابيب مرتشحة متشخصة بالسونار، متشخصة بالهيستروجرام، إن إحنا نشيني الأنابيب دي، معناها الأنابيب نقرب منها، ونشوفها، يصلح إنها ترجع تاني للشغل مرة تانية، ينفع؟ أو طبعاً، هل كل الأنابيب مرتشحة لابد من نتسقصالها؟ لا طبعاً، كل الأنابيب مرتشحة لابد من إجراء منزار للأنابيب داخل منزار البطن، نقدر نخش بمنزار الرحم داخل أنبوبة فالوب، ونقدر نشوفها جواها، على الفمري موجودة، للسالية موجودة، في الفلاتنينج موجودة، الأوعاد الدموية الرئاسية الموجودة، فيه كريتيريا تقدر تقول أسيب أنبوبة ترجع لوظفتها، أو سقص الأنبوبة دي، تعال نشوف إيه اللي تحت الالتصاق دا لما نفكر نستبعده، ونطلع المسانة البولية فوق، ونبدأ نكتشف، نبعد المسانة، عشان كده لابد أنك تبقى عارف الوضع التشريحي، عشان كده لابد أنك أنت تعرف تفصل ما بين المسانة البولية وقدار الرحم، عشان لو أنت بتقدر تعمل استقصار رحم بالكامل بالمنزار، لابد أن أنت تستبعد المسانة البولية الأول، وبالتالي تقدر تعمل إيه؟ تفك المسانة البولية تبعدها عن حاجتين، أحيانا عن عنق الرحم بالكامل، زي ما إحنا هنا هستبعدنا، بعد ما استبعدنا، المسانة البولية بقت فوق، وبعد ما خلينا عنق الرحم هيبدأ يبان، عاوزين نكشف بقى بمنزار الرحمي، ومنزار البطن، وجود الفتح والتخلص منه ازاي؟ طب هنبدأ هنا، إحنا دلوقتي بالمنزار، داخل تجويف المنزار الرحمي فوق، يعني إحنا دلوقتي منزار البطن بصين، على هنا إيه؟ بنقرب بعونك الرحم، تعالي بنقرب من أولوق الرحم، هي واسبتة السورة لوحدها، بس، هنا بقى بص الإضاءة، هنكشف إيه هنا بالإضاءة، فيها برايتنس موجود قوي، أهو، أهو، بنعمل الديمينج، بص هنا هتلاقي فيه حاجة زي الشمس، ديمينج يعني إحنا للإضاءة اللي بتاعه، بتنور من جوه الرحم، بص 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 المنزار ده، ها، شايف دنش، إضاءة حتى عندها مختلفة، لإن إحنا يا دوبك بنبقى تحت عضلة الرحم متاكلة، والبروتون بس اللي مغطي، فبالتالي بيبقى الضعفي موجود، ونقدر نشوفه ونكشفه بالمنزار، بعد ما نكشفه بالمنزار، بقيت الرحم يا جماعة اللي حوالين الفاتق ده، الإضاءة عضيية، إضاءة مش منور بالطريقة دي، ها، مش بالطريقة دي، لأن الجدار حوالين الفاتق تخين، هنا مفيع، شايف، أنا عاوزكو، الصورة دي للناس، شوف الإضاءة الحامرة دي، إحنا نفس الهيستيريسكوب، بإضاءته كثير من عامة جداً في الرحم، بس قدرنا بالديمينج ده، نحنا نقلل الإضاءة، ونقرب بالعدسة، كشفت الإضاءة وكأن الشمس هتستع بقى من ظلمة الليل فتبان جدا بالصورة دي إنها مور برايت فيه لمعة جدا وشهقة جدا هو ده الضعف اللي موجود اللي هنقدر بعد كده نعمله إيه؟ نعمله تريمينج يعني نعمل إيه؟ نستقصله عشان نجيب فريش تيشوز عشان نجيب نسيج تاني صح حي ونخيط بقى فوق بتحت بالطبقة السفلة بالطبقة العليا وساعات بيبقى منخيط عنق الرحم بالرحم ساعات بنبدأ نستغل الإضاءة الخفطة دي وأبدأ من خلالها أبدأ بسلك أهو وبكمل تسليكي عشان ألاقي عندي سبيس أقدر أخيط وأقدر أخيط الرحم من جديد بمسك أهو بالتوزد بفورسيبس عشان أمسك الجزء السليم ومن خلال كده هبدأ بالمقص أقص الجزء اللي هو فايبرستيشو المتاكل بص أول مقصة المياه خرجت بتاعت الهيستورسكوب المنزار الرحم اللي تحت يبقى عنا على ضوء الإضاءة بتاعت الهيستورسكوب خدتوكا وشوف اللون الأبيض بتاع الأنسجة اللي فيه دي اللي موجود دي فاكت بسيط موجود مطرح القيصرية في نون بريجنان تيوترس رحم مش حامل أقدر أستقصله واستبعده كان عامل مشاكل رهيبة جداً للمريضة من ألام ومن نزيف ومن تأخر إنجاب مضاف لي اللي كان بالصدفة اللي حاجة مش باثولوجي اللي علاقة ببعضه اللي كان فيها عندها بطني ترحم مهاجر اللي احنا بنشيله ده إيه ده النش ده النش الفايبرستيشو اللي بيتاخد ويتعمله هستو باثولوجي عشان يتأكد كمان بالهستو باثولوجي إن ده هيجي لك كده حاجة اسمها إيه إن فيه فايبرستيشو مش ده مش يعني تطور طبيعي للقيصرية لأ ده موجود بنشيله لغاية لما نوصل للهرستيشو وتلاقي إن فيه دم جيه بقى موجود من الجزء السليم الموجود بص بقى المنزار بتاعنا هون وكأن المنزار ده لما شفناه ده عين فاكر لما قلنا تانية الوود بيكر اللي هو نقر الخشب لما بيخش في العش بتاعه عينه تبقى باينة من داخل العش كأن العدسة بتاعة الطائر دي هي عدسة المنزار داخل الفتق ده لما قدرنا نكششفه وصل رسالة وصل طيب ليش أعرف عند طائر بقى الخشب النقر الخشب لما بيجي في يعني دي حاجة مكتوبة في كتب ولا أنت آه تشبيهي نقف هنا ونقول عملنا إيه استخدمنا في نفس التوقيت منزار رحمي مع منزار البطن في نفس التوقيت استخدمنا الإضاءة بتاعة منزار الرحم مع منزار البطن ونقلل الإضاءة نشيل اللايت سورس بتاع البطن عشان نبقى ضلمنا الدنيا ونسيب اللايت سورس بتاع منزار الرحم ونقلل الإضاءة ونقبرها عشان نقدر نكتشف فين النش اللي هنشتغل عليه وبعد كده قديسة الكنق ده فين ده في السير ده سيزيريان اسكار نفس القصة بنقول عندنا السطارة نوع من الكيسينج الكيسينج بلادر البلادر المكاشكزة زي السطارة بص المنظر هنا للرحم هنا عادي جدا فيه التصاق موجود ما بين الأنبوبة وقدار الحود وده يعني ممكن تكون صين لا مش ممكن تكون ممكن عادي جدا التصاق الأنبوبة الوحدة ولكن ممكن تكون هذا هول إن الرحم ملتصق مع المسانة البولية برضو بنفسر من عند الراوند نشيل نوسع لنفسنا ونبعد المسانة البولية عن بص بقى هنا وانا شادد المسانة البولية بص نازل حرف التمانية ده مع الرحم ممكن كتير جدا يخش يلاقي الشكل ده ويفكر ده الشكل الطبيعي للتصاق المسانة البولية أو لقاء المسانة البولية مع الرحم لأ ده اسمها الكيسينج بلادر يعني كأن المسانة ملتصقة التصاق رهيب جدا فين؟ في الديبست بارت للنش يعني في أعمق جزء للنش هنشوفه دلوقتي نبدأ بقى نسلك المسانة البولية اللي أحيانا بص بص بقى بص المنظر ده بص المنظر ده بص فيه لون بني بدأ يظهر هنا اللي موجود بتاع السيرفيكس بتاعونك الرحم موجود مليان بلد خرج من النش اللي موجود مستخبي تحت المسانة البولية يعني شوف قد إيه لما فكنا الالتصاق ظهرت دي المشكلة اللي موجودة بص كأنه فتأ كامل أهو ظهرت المشكلة طب ما دي إيه موجودة ومش متشخصة وقيسرية مع موجودة بقى لها ستة شهور شوف اليوترين نش الموجود ما بين الدفاكت لما رفعنا المسانة البولية ورجعناها انفيريولي ورجعناها في مكانها وبعدناها عن عنق الرحم نقدر نكتشف مشكلة كانت موجودة وبالرغم إنه عاملة صنار وبالرغم إنه عاملة متابعة إلا إنه ألم رهيب لا يتوقف وإنه دم بعد الجميع وإنه إنها المريضة بقت واحدة تانية بعد ما تعمل الممكن أطابع عنه وتبقى شخصية تابع عنه وممكن كان يضل التشخيص إنها بطنية رحم مهاجرة ده مجس عنق الرحم اللي إحنا بنخش به المجسد ده كنت عاوز أثبت الدفاكت اللي موجود والفاتق اللي موجود اللي اخدخلنا به من عونق الرحم لإن عونق الرحم مش مكتمل مع الرحم وعمل الدفاكت ده الموجود وده عشان بيسموه هنا بقى إيه ممكن يجنش لإن كانت القاسرية موجودة تحت منخفضة لدرجة إنه ممكن يبقى فين في عونق الرحم الموجود حد يفتح تحت أوي حد يفتح في السيجمينت لا فتح كمان عند عونق الرحم برضو نفس القصة بنعمل إيه هنا برضو بقى مش محتاجة الإضاءة لإنه إحنا مكتشف من أول الاتصاق لما فكناه وبدأنا نعمل برضو نشيل الفايبرسيشو ونخيط هنا الرحم هنخيطه فين بإيه بص برضو فيه تاكة هنا دكتور عونق لما الرحم كانت خيط نخيطه سواء انتر رابط السوتشر يعني يعني خياطة غرزة بغرزة أو كونتينوز متكاملة يعني على بعضها زي ما بتسري ولكن ما تعملش حاجة اسمها الانتر لوكينج سوتشرز يعني إيه ما تاخدش غرزة ما بينه كأنها الحرف بتقفل غرزة وتنزل عشان دي بتقفل أوعيات دموية فتضعف المكان ده فتقدم ممكن بتعمل نش مرة أخرى بتحرم الأنسجة من الدورة الدموية المنضبطة في المكان ده فتؤدي إلى إيه تلايف موجود مرة أخرى نبدأ نخيط الأنسجة بناخدها في two layers زي ما احنا شايفين كده ونبدأ نروح والlayer ممكن forward والlayer التانية backward بنستخدم إبرة بشكل معين الفايكرال ده موجود وممكن نستخدم البي دي اس وبتستخدم إبرة خمسين راوند وتبقى عشان تقدر تخش في السيرفيكس وتبقى موجودة طيب نعمل إيه بعد كده بعد ما بتخيط وقفنا شنا شنا وقفنا بنيجي تاني بالهيستروسكوب وندفع المية بتاع الهيستروسكوب احنا بنعمل الرحم سالين وبنخش بالعدسة فنشوف تجويه في الرحم لما نملاس سالين تاني عشان نعمل حاجة تسمى ووتر تايت مه ما يجيش مية تاني مه وبعدين نبص بالإلمونيشن بالإضاءة عشان نتأكد تاني إن الدفكت تقفل تراص اللي إنت الحركة اللي عملتها عشان ما يبانش مرة تانية إن فيه دفكت وقفلنا عليه ليه هنا بقى عاوزين نتأكد هل إحنا جبنا كده دلوقتي سيزانيا نسكار موجود في جرح الكيسرية واحدة تانية اللي موجودة في عونك الرحم تعال نشوف واحدة تالتة المريضة بتشتيك شاكوة رهيبة لا تتوقف عملت كذا عملية جراحية والألم مستمر موجود تعال نشوف الحالة الألم مستمتع جدا جدا وهقول لكم ليه تعالوا شو بس الحالة مدام عزة من سوهاج 36 سنة خليفة مرتين كيسرية آخر بنت من خمس سنين اتفتحت بطن 2016 على أساس إنها ورم ليفي أثناء فحصه تدع إنه فيه تآكل وفيه شوية تغيرات موجودة في الورم ليفي بعدها بسنة شاكوة إن فيه فتق داخل الرحم ممكن يكون مطرح لإستقصال الورم أو مكان الكيسرية تعاملت مرة تانية فتح بطن وتصلح الفتن وبعدين بدأت الشيك إن فيه ألم في بطنها بالمتابعة ترع إن فيه ماس كبيرة داخلها في تأخر حمل سنوي نفسها تحمل مرة تانية ده واحد اثنين بعض التغيرات اللي بتيجي مع الدورة أحيانا بيبقى فيه بعد ما الدورة تخلص ينزل نقطة دم ما عندهاش ألم في الجماعة ما عندهاش ألم في الدورة ما فيش ألم في الفحص تقال لها إنها يعني لازم تشير الرحم بنعمل منزار بطن رحمي في نفس التزامن عشان نشوف هل فيه دفاكت أو لا دخلنا منزار الرحمي لقينا إن الرحم كأنه فيه دبل كافتيز يعني كأنه مقسوم فوق عنق الرحم مباشرة أو قبل عنق الرحم وبعدين تخش في التجويف الثاني كان عندنا دوم لايك كأنه زي الأوبا كده ومقلوبة عننا دخلنا منزار البطن نشوفنا المنظر اللي احنا نبدأ نشرحه دلوقتي كده ده فيه شوية التساقات عادية من منزار البطن مع القيصريات الرحم ههو ده الفام نزار بتاع الرحم رفعنا الرحم كهنا عندنا مبيض يمين وأنبوبة يمين مبيض شمال وأنبوبة شمال وفيه شوية دم متجمعين لما نيجي نبص هنا بقى للرحم ربطة دقرية ربطة دقرية التانية موجود التساق مع الجدار البطن الأمامي لما نيجي نبص هنا مكان القيصرية عندنا اهو سيستلايك استركشور هنا كيان فيه كيس كامل موجود هنا الكيس ده جاي في نص الرحم الأيمن هو نازل هو اعلقته قد المسانة البولية نزار المسانة قد المسانة البولية متاخدة معانا هين لنشوف الجدار المسانة اهو اهو امشي اهو بص المسانة البولية متاخدة رغاية فين هنا هنا حدودنا هين اهي اهي تاني وانا رافع كده هكذا المسانة كل ده المسانة البولية متاخدة هنا وانا كمان هنا المسانة هين شوف متاخدة ازاي شوف اهو وده وده المسانة الطبيعي هنا وفوق كده فوق الرحم بس هي شفتت بسبب الالتساك اهو طيب اهو علاقتها ايه بالنش هنا دخل علاقتنا هين مسانة البولية حدودنا هينها في امان هنا بس يدوب او دخل علاقتنا هينها في امان هنا من نش هنا امنازل اغريب ازاق جايه من كأنها باستيررل بلادا الوارد لا وريني مسل حتا انا تريد اكبر ورحنا انت لدينا سانك هذه الحتة هنا 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 بس يعني نقدر نوصل برضو الفصل ما بين الاتنين هي قريبة هنا قوي من الاسكار عن الحتة دي هي فوق هنا طعم نخش بقى في الهيستروسكوب نخش بقى منظر الرحمي النشا وهذه السن رايز السن رايز السن رايز ساين اه هنا نشك بالكامل ما فيش مصل لير ودوبك بيروتورن هو قصادنا اهو لو دوس دوس هيخش هان الرحم من هنا وراني كده في الهيستروسكوب بقى واتحة زي هيدا احنا داخلين كده من اول عونك الرحم ده اللي عامل كل مشاكلنا تأخر الانجاب اه طبعا لان ده بيركة بعد القصف تخش فيها الحيوانات المنوعية بيركة بتخلي الدورة الرحمية تنتهي تجمع هنا وبعد كده ينزل نقاط دم ما بعد الجماعة ألام في الدورة لبعض الناس التكرار في البول هنبدأ بقى نشتغل هنسلك المسانة البولية اللي بدأت تتميلي عشان نعرف حدودنا من الرحم عشان نكشف النش ده ونشيله ان شاء الله بالمنزار وبعد كده نبدأ نصلح الرحم تاني انت قلتلي طبعا عشان الوقت ده همنا اه هو الوقت ده همنا فانا طلبت من حضرتك حاجة مهمة قوي ان احنا نعمل برطة طول النش لانه يعني النش اهميته التعب اللي فيه يستحق برطة طول سريعا لا يعني حياة لما نشوف ده الجزء الخاص بالجايني ولسه الولادة ولسه الحدودة ولسه حامل خارج الراحم حواديد كتيرة جدا تعال نشوف حالة تانية بموقف اخر ازاي النش كان موجود هنا في مكان تبقى موجود في مكان تاني تعال نشوف مابا عندنا مريضة جاية بتشتكي بعد كيسرية بقى لها شهرين ونص ان فيه جرح كيسرية بيجيب احيانا صديد لما عملت اخر كيسرية من شهرين ونص كان حصل انها سخنت ودرجة حرارة بدأت ترتفع وتوصل الى اربعين على اليوم الخمستاشر كانت دخلت كأنه شالة الامعاء وحرارة مرتفعة وبالت منتفخة السونار جمع ان فيه صديد عملوا درين للصديد قبل ما عملوا درين للصديد كان عمل حصل الاتهاب بروتوني وكان حصل ان كمان فيه باستسكة على الرئة لما عملوا درينج للصديد الموجود بتشوب بدأ كل الاعراض اللي كانت موجودة من كرات الدم البيضة العالية من الانيميا من الالم من الحرارة من كله حتى كمان المياه اللي على رئة بدأت بعد فترة تتحسن وبعد كده ما فيش بقى حاجة عندها لغير بتيجي الصديد اللي بيجي من الجرح ده كان وارد قوي ان يكون الاتهاب في جرح كان وارد قوي يكون فيه ساينس ساينس اللي هو نصور بسيط جدا من الغرزة او ممكن يكون نصور مبين البريتون غشاء بريتوني الجوة من هنا لغاية جرحك واسرائي عملنا منذار سولاسي منذار بطني راحني داخل طبيعي جدا ما فيش اي مشاكل ما اكدش ان فيه اي مشكلة في المسانة ولا فيه نصور ولا انها مصابة اصلا لما دخلنا منذار الرحمي وانت داخل فعونك الرحم هنلاقي فيه ساوند ده الرحم ده الساوند طالع من عنق الرحم اهو بحركه ده النصور اللي كان موجود النصور ده كان فين بقى كان تحت المسانة من هنا ومجمع هنا يعني بينه وبين المسانة المسانة بقول لها الحمد لله كلها سليمة النصور اللي ما بين عنق الرحم وما بين البريتون عندنا حاجة تانية هنا اهو فيه التصاق الالتصاق بسيط هتعمل كل دي من التهبات اللي تمت الانبوبة برده نفسه تكسب كان فيه دوالي هي ألم بسبب اللافة دي تعمل ألم في نفس الوقت احنا ان شاء الله هنخيط ده بقى خلاص وان شاء الله يبقى تحلت المشكلة بالكامل ان شاء الله نحن كده بنسلك وانوك الرحم هون موسيقى 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 ده عمل وراء شغل كتير وجهد كبير جدا لكن النش أو هذا الفات أو هذه الحالة الطبية الجراحية تحتاج إلى سلسلة زي ما احنا عندنا مجموعة سلاسل كتيرة جدا 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 لكن انا احييك ومبسوط جدا بهذا العرض العلم الراقي جدا والجهد الكبير جدا نورتنا ويعني كل جمعة وانت بخير وانا كفيني امبساطك نبسوط جدا